النهاردة إن شاء الله إن شاء الله النهاردة هنتكلم على محاضرة عن القيادة والسيطرة طيب هنبدأ مع بعض الموضوع زي ما أنا معاود الناس اللي بتسمعني إن أنا ما بحاولش أديهم كلام تقليدي أو كلام اللي هو بيبقى موجود في العادي بتاعه فالموضوع بنبدأ ننظر له من مناظر مختلفة مش موجودة في الساحة مش موجودة على اليوتيوب بحيس الناس تستفيد وفعلاً تطلع ب mit value i요 طيب الاول يعني ايه leadership يعني حلا بس كلان بقى وقفين على نفس ال... ground واحنا بنتكلم عن الموضوع التعريف التقليدي بتاع leadership هو The action of leading a group of people or an organization يعني أنت تعمل هي عشان تقود مجموعة من الأشخاص أو تقود مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات أو الجهات أو whatever فطب هل الكلام ده محتاج علمي ومحتاج نقعد نتكلم فيه ونضيع وقت بعض فيه ولا هو كلام عادي ولا فده طبعا يعني بعض الناس بتسأل السؤال ده لأن هي محتاجتش بهذا العلم فممكن يا إيسي أسأل نفسه السؤال ده طبعا السؤال ده لو أنت سألته فأنت في المكان الصح لأن الموضوع ده فعلا موضوع مهم جدا وفيه علم كبير جدا أو علوم وناس بذرة مجهود كبير جدا عشان تحط الكلام ده في صورة علم وفي صورة actions ممكن نحتضي بها ونطبقها طيب هنتكلم دلوقتي عن حاجة أو سؤال دايما لما يذكر موضوع leadership دايما بيجي على دماغ البعض تمام؟ وفي الحقيقة هو سؤال مشروع وكل الناس حتى العلماء أو الخبراء اللي تكلموا ودرسوا وعملوا أبحاث في هذا المجال كان برضو التساؤل ده عندهم وهقول لك كمان أديدك من الشعر بيت أن هم كمان اختلفوا في إجابته اختلفوا في إجابته إيه هو السؤال؟ السؤال هل الليدر أو القائد ده شخص بيولد قائد يعني أنت بتتولد قائد ولا بيصنع بيصنع أنت شخص ولد وصنع قائد وفي الكتب اللي الواحد أراها شاف في الحقيقة الموضوع ده حصل فيه اختلاف ما بين الناس الخبراء اللي كتبوا عن الموضوع نفسهم تمام؟ لكن في حقيقة أنا وصلت الكونكلوجين يمكن يعني مدخل الأراء دي كلها في بعضها وهو كالتالي إن الكونكلوجيا إن أنا وصلت له هو إن الاثنين موجودين بمعنى إيه؟ بمعنى إلو إحنا بصينا على التشارت اللي قدامنا ده اللي هو بيسموه البيليتشيب أو النورمال ديشتريبيوشن أو التوزيع الطبيعي طبعاً ممكن المعظمكم عارف عن إيه توزيع الطبيعي التوزيع الطبيعي ده اللي مش عارف كده بسرعة اللي هو الدنيا كلها بتحرك فيه شكل التوزيع الطبيعي ده محدش بيتحكم فيه هو ربنا خالق الدنيا متأسمة بالشكل الطبيعي ده طيب عايزين نسهل أكتر عن ناس اللي ما سمعتش عن التوزيع الطبيعي قبل كده ده يعني كل حاجة متوزعة بالشكل ده طبيعياً يعني مثلاً البخل والكرم هتلاقي فيه ناس بتتولد كريمة وفيه ناس بتتولد بخيلة وفيه ناس بتتولد بين البنين وبتبدأ المجتمع والسلوكيات والظروف المحيطة بتبدأ تزوقوا أكتر في اتجاه من الاتجاهين وبالتالي لو احنا مسكنا المنحنة التوزيع الطبيعي ده هنلاقي ان التوزيع الطبيعي دايما بيقولك ايه؟ بيقولك ان فيه يمين وفيه يسار فيه ناس فعلا هتتولد قادة بحقيقة فعلا والهيستري أو التاريخ فيه أمثلة كتيرة لكده يعني ان الناس تولدت قادة هو تولد عنده صفات القائد ومن صغره هو مولود قائد بس دول مش كتير يا جماعة هو دي بقى اللي انا مش هكذا انا حطت الشارتة دول مش كتير يعني دول هتلاقيهم نسب قليلة جدا فيه على مستوى التاريخ يعني ونفس الكلام هتلاقي الناحية التانية فيه ناس اتولدت مش قادة ولا هينفع يبقوا قادة بس برضو دول نسبة قليلة جدا جدا يعني نفس النسبة اللي هي بتاعة الناس اللي اتولدوا قادة لكن بقيت الناس الطبيعيين تمام هتلاقيهم فيه ناس اللي هم 13 و 6 من 10 في المية دول طبعا المنحنة التوزيح الطبيعي دول اتولدوا مش قادة لكن يعني صفات بتاعتهم الوراثية زيان بيقولوا مش صفات قائد قوي لكن قريبين ان هم يبقوا قادة يعني قريبة يعني بمجهود قليل هينزال القدع المنحنة ويخش مع الحب دول ونفس الكلام الحب دول هم تولدوا مش قادة بس بعيد شوية على ان هم يبقى قادة يعني عشان يوصلوا يبقوا فعلا هيتعبوا شوية او هنتعب معهم شوية او يعني الموضوع مساف تمام والعادي بقى اللي هم بيمثلوا شريحة كبيرة جدا اللي هي 68 في المية يبقى تاني هارجع اقول مثلا نحن نتكلم في حوالي 2% دول اللي ممكن يتولدوا قادة نحتاجين هم قريدي قادة مولودين بالفطرة بالوراثة وعندنا كمان 2% النحية التانية اللي هم خلاص دول بوعات خالص عن الموضوع ومهما عملت فيهم هم ابعد ما يكون عن القادة هنتكلم ليه يعني اكيد فيها اسباب وعندنا فيه 13 و 68 الناحية دي برضو اللي هم تولدوا مش قادة او الصفات بتاعتهم مش قادة او لكن قريبين من هم يبقوا قادة بشوية مجود قليل هيبقوا قادة ودول فيه 13 و 68 لقدوا البعيد والمجهود اللي هياخدوه عشان يبقوا قادة هيبقوا مجهود كبير جدا فالخلاصة يعني من الكيرف ده ان لو واحد موجود في المنطقة دي اللي هي منطقة ال 2% وال13% اللي هم على الشمال دول ده يعني ما يحاولش او لانه هيتعب جتير جدا يعني فممكن يرضى بقى بالوضع اللي هو ما يبقاش في وضع قيادي افضله لانه هيبزر مجهود كبير جدا عبل ما يوصل الناحية التانية دي لكن ده زي ما اتفقنا ده عدد قليل جدا لكن العادي اللي هو 68% اللي هم المجوريتي بتاعت الناس هم دول الطبيعيين بقى اللي هم معظم الناس العادية دول اللي هم هيبقى محتاجين مجهود معين ودراسات معينة وحاجات معينة شوية هنتكلم فيها النهاردة انه هو يبدأ يتحرك ويبقى من المجموعة اللي هم بيبقوا ريال ليدرز او قادة وعندهم قدرات القائد والسيطرة اللي بيعملها القائد تمام فده كده بس عشان نجاوب عليك السؤال عشان لو حد يسألك السؤال ده خلاص كده يبقى انت عرفت الإجابة بتاعته الخلاصة يعني المحدش هيعود يجادلك فيها كتير فهو القائد بيولد ولا بيولد قائد ولا بيصنع قائد الاثنين يعني الاثنين فيها جزء مرتبط بالصفات الوراثية ومرتبط بالصفات اللي هو اكتسبها من الوراثة زائد جزء بيبدأ يبنى مع الانبارومنت ومع الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها لو اتيحت للشخص عشان يطورها وينميها تمام فده كده إجابة سؤال طيب أنا دلوقتي بقى عايز خلاص فهمت يعني ايه قائد وعايز ابني الشخصية القيادية بتاعتي هعمل ايه حلوة يبقى انت عايز تبني شخصية قيادية طب قبل ما جاوب السؤال ده عايزة سأجاوب على سؤال اهم منه هو انا ليه عايز ابني شخصية قيادية يا عمنا خلينا زي ما بنقول كده انت ماشيها بالبلد كده انت ليه عايز تحطها بقى لا هنقول يا جماعة العلم ده علم كبير جدا جدا والعلم ده لما بيتنمى بتلاقي نفسك وصلت لحاجة بنسميها السيطرة الكنترول الكنترول وانت من غير كنترول عمرك ما هتبقى ريال ليدر هتبقى قائدك وقتا واحد تاني يسألناك ما يقولك ما انت لسه بتقول فارق معا ايه نفترض ان انا لأ ما هو لما انت بتبقى عندك فول كنترول بتبدأ بقى تنعكس ادائك القيادة ده على النتائج وهو ده اللي احنا عايزينه على النتائج يعني ايه على النتائج واحنا في الاخر عايزين ايه او في الاخر انا مش عايزة بقى رئيس وخلاص يعني او انا لا الفكرة انا عايز اطلع باهداف انا عندي هدف عايزة حققه انا انا كقائد او انا كمجموعة سيبك من قائد وغير قائد انا كمجموعة من الاشخاص عندنا اهداف عايزين نحققها عايزين شركتنا مثلا تحقق مبيعات كبيرة عايز أسرتي تبقى أسرة لها مكانة في المجتمع عايز المحافظة بتاعتي تبقى أفضل المحافظات فيه وكذا فأنت دايما قائد عندك أهداف فكل ما كانت المهارات القيادية بتاعتك قوية كل ما الأهداف دي بقيت سهل لتتحقق وهو ده اللي أنا عايزه أنا في الآخر مش عايزة بقى قائده لا الفكرة فيه إن أنا عندي أهداف والأهداف دي ارتباط تحقيقها مرتبط بشكل كبير جدا طبقا للإحصائيات اللي تمت برتبط كتير جدا بالقائد أو الليدر اللي بيقود التحقيق هذه الأهداف طيب يبقى أنا محتاج عشان أحقق الأهداف دي أبقى قائد كويس وعشان أبقى قائد كويس عايزة أبني الليدرشيب سكيلز بتاعتي طب في الكلام ده بيتعامل إزاي بقى؟ الكلام ده بيتعامل عن طريق مجموعة من المراحل أول حاجة لو واحد طبعا أنا بتكلم طبعا يا جماعة عن الكلام ده بيتعامل إزاي بشكل علمي لأن طبعا إحنا يعني فيه طرق كتيرة جدا ممكن تستخدم أتكلم على الطرق العلمية اللي أثبتت نتائج آآ بعد تجربتها يعني طيب خلينا طيب قبل برضو ما أبدأ أتكلم على إزاي بتبني الليدرشيب سكيلز ديت هديكوا كم قصة كده يعني توريك قد إيه الكلام ده الكلام ده مش مش ظهر أو مش كلام ده مش كلام كده أنا عقود نقرأ في الكتب لأ أنا يعني ما بحبش يعني الكتب كتيرة وموجودة وأقول لكم كم كتاب اللي عايز يقرأ لكن الموضوع مش موضوع كتب أنا أقول لكم الكلام اللي هو ما وراء الكتب والحاجات العملي اللي طبقت قدامنا وشتناها طيب أحكي لكم أول قصة أن كان فيه في أحد المراكز البحثية يعني كانوا عايزين يشوفوا موضوع تأثير حتة أن أنت تو ميد أو تو ميك the leadership تمام طيب عملوا إيه من ضمن الحاجات اللي عملوها عملوا حاجة جميلة جدا جابوا شخص والشخص ده عايزين يشوفوا إيه الصفات اللي عنده القوية أو الصفات الضعيفة وهيبدأوا يعملوا لها يشتغلوا عليها فبنعمل إيه هنا بنبدأ نعمل أول حاجة بيبدأوا يدرسوا الشخص الشخصية اللي قدامه لو أنت عايز يعني تخش في الموضوع ده بشكل علمي بيبدأ يتعامل مجموعة من surveys تمام وال surveys اللي بتعمل ديت survey يعني إيه يعني بتعمل بتسيل شوية أسئلة وبتدي الأسئلة دي لمجموعة من الأشخاص اللي يعرفوك كويس بيسموها 360 degree questionnaire and assessment يعني تاني يعني أنا هبدأ أديك شوية أنا مثلا لو أنا اللي بعمل لك عايزة قيمك ققائد وزي ما اتفقنا ليه لأن دي أول خطوة في الاسلوب العلمي أو المنهجية العلمية لبناء قائد عشان بس يبقى كلام مواضح ومترتب صح يبقى أنا عايزة قيم حضرتك أو أنت عايزة تقيمني أو الجهة عايزة تقيمني عشان نشوف إحنا قدي إيه عندنا الصفات القيادية ديت أو الخطوة يعملوها أننا ما يدوني شوية أسئلة نجاوب عليها تمام اللي هو زي لأنا حطت كده أمثلة على الشمال كده شوية أسئلة والأسئلة دي أنت بتجاوب عليها ولازم تبعتها لمجموعة من الأشخاص القريبين منك يجاوبوا عليها برضه يعني ناس تكون اشتغلت معاهم ناس يعرفوك من ليه عشان يتعامل ما يسمى ب360 دي لأن انت ممكن تكون فاهم شخصيتك غلط وده يعني نتكلم عليه بعد شوية فلازم أشوف الناس برضه شايفة شخصيتتي إزاي وبعدين بيبدأوا الناس ديت تعمل معاك مجموعة من الانتربيوز أو المجموعة من المقابلات عشان يقيموا المعلومات اللي هم طلعوها تمام وبعد كده بيعملوا بقى إيه بيبدأوا يعملوا حاجة اسمها الجاباناليسيس لأن القائد يا جماعة القائد جابوه منين القائد اللي هو القائد اللي يعني على مر التاريخ كان محدش اختلف عليه نوع قائد ليه شكل كده معين ليه كيرف معين تمام لأسف أنا ما جبتش الكيرفات دي معايا في المحاضرة فتا نهاردة الموضوع ده تفصيلي شوية ومش ده اللي عايز أتكلم عنه النهاردة أنا عايز أطلع بهدف تاني من المحاضرة إن إحنا نفتح النقط بتاعة موضوع علم القيادة ده وإيه القواعد العلمية اللي تبنى عليها مش الكلام ده فده اللي كان عايز أركز فيه النهاردة فمش أخدش في موضوع التكنيكاليتي بتاعت الموضوع أو إزاي الكلام ده تفصيليا بيحصل يعني بس أعديك الفكرة فالفكرة إن إحنا بنبدأ نعمل الاسسيسمنت ده للشخص وبنبدأ نعمل مجموعة انترويوهات نبدأ نقرأ اللي هي الاسسيسمنت اللي اتعمل من خلال الناس اللي حواليه نعرف الناس شايفك إزاي هل الناس شايفاك زي ما انت شايف نفسك انت شايف نفسك مثلا صادق ممكن الناس اللي حواليك شايفين إنك إن انت بتجذب خلي بالك انت لا أنا صادق ماشي انت شايف نفسك كده لكن الناس شايفاك إن انت كذاب تمام انت شايف نفسك إن انت ودي بتحصل كتير جدا الناس اللي انت حواليك شايفين ان انت ما بتسمعش لحد غير دماغك. ده مش هيبان الا 360 ديجري. تمام? طيب. ومن خلال بقى الانترفيوات بنبدأ نكتشف شوية صفات تاني. واعدين بنبدأ نرسم كيرف لشخصيتك. بنرسم كيرف لشخصيتك. الكيرف ده بقى بنطبقه مع الايديال كيرف. بنبدأ نشوف الايديال آآ ليدرشيب كيرفوهم عامل ازاي? والكيرف بتاعك عامل ازاي? فيبدأ يبان ما يسمى بالجاب. انت بعيد عن الناس دي قد ايه? وفين? في النقاط ضعفة. في النقاط ضعفة ققائد. تمام? يعني دي بعض الامثلة يا جماعة. انا عندي هناك يعني انا عندنا بنقسم المهارات القيادية لاربع مجموعات. والاربع مجموعات دول فيهم صفات كتيرة جدا. انا جبت شوية حاجات بس اللي هي تبقى قريبة للفهم. لان في حاجات ممكن تبقى شرحها هيطول شوية فما حططهاش. بس حاجات مهمة جدا زي الكلام اللي انا كاتبه ده. يعني على سبيل المثال عشان برضو الناس تبقى يعني انا عارب بعض الناس اللي ممكن يكونوا يسمعوني اول مرة يسمعوا كلام ده ممكن الكلام بيقى تقيل عليهم فانا بحاول ابسط على قد ما اقدر يعني. والناس اللي عندهم خبرة معلش تستحملوا بقى ان انا بدأ من الاول كده عشان ايه? نبقى كورينا بنتكلم اه وفاهمين نفس اللانجوش اللي انا بتكلم بيه. فازن انا عندي مجموعة من الصفات القيادية الناس هتبدأ تعمل معي assessment او تعمل علي assessment ويعملوا شوية انترفيوهات عشان يعرفوا يقيموني شوية. يقيموني يعني ايه? يعرفوا انا قدي ايه عندي self confidence مثلا. قدي ايه عندي ثقة بنفسي. قدي ايه عندي trustworthiness يعني عندي جدارة بهذه الثقة. قدي ايه عندي assertiveness. قدي ايه عندي ثقة في ماذا اقوله. تمام? يعني ايه الassertiveness يا جماعة? ان انا بوكد ما يعني انا متأكد من اللي انا بعمله جدا. يعني هديك مثال لسه موضوع الassertiveness ده ممكن نعمل فيه الواحدة محاضرة يعني. لانه علم مهم جدا. علم الassertiveness. هديك مثال. يعني انت مثلا تخيل كده ممكن انت نفترض ان انت مدير. واحد من موظفينك دخل عليك بيقول لك بتقول له عملت ايه يا حمادة في الريبورت. راح حمادة قال لك ايه? والله يا قص انا مش ايه الريبورت يعني انا انت نفسك من غير ما ممكن الريبورت يكون احسن في الدنيا. واكتر في الدنيا. لكن مجرد ما حمادة قاعد تهتيه كده. انا خلاص الريبورت ده انا هرميه في الزبال. مش عايدي انا هربيض. احنا هنأجل جماعة. يخش عليك واحد تاني. عامل كله اخطاء. وعنده كله مشاكل لكن يخش عليك على فكرة. يرميه لك الريبورت كده على مكتبك. يلا يا معلم الريبورت خلص زي الفل فوش ولا اوعد. تلاقي انت نفسك مع ان الريبورت ده ممكن يكون كارسة. تلاقي نفسك خدته كده وبعدته من غير حتى ما تبص فيه. فده اسمه مهمة اول القائد يبقى عنده حتة الاسرتفنس ده. طيب. من الحاجات المهمة جدا لبتتقيم ققائد. وفي الحقيقة انا شخصيا كان عندي فيها مشكلة كبيرة. يعني لان هي فعلا بتحوله بينك وان انت تبقى يعني ايديال يعني. اللي هي يعني ايه اللي هي Lilles.. اللي هي ان انت مبت. العواطف مبتحرككش. يعني انت مثلا عايز مفروض فيه قرار اااا قائد لمسطحة العمل انت بتكلم قائد بيزنس مثلا. تتكلم قاعد في احنا نتلوان بيكلم هنا في البزنس مين ليا. فا انت محتاج مثلا في اي وقت من القائد تتفنش واحد او تاي تكبر واحدة على الاستئالة او ترفضه من الشغل او تفرس يعني مسمى بتاعه تمام طيب انت ممكن لما بيكون عندك عدم استقراء عاطفي ممكن تكون بتبقى تقيلة عليك اوي حيث ان انت ترفض واحد دي وتقعد اسبوعين تفكر طب اقول هلو ازاي وارفده ازاي طب انا هبعط له جابه مروحش المجد تلاقي نفسك عندك يعني فده كرسة ده برضو بيعمل مشاكل كتيرة جدا في او ليرشيب ستايلز او ليرشيب كاركتر بتاعك اه السنس او هومر اه السيلف اوارنس او سيلف اوبشيكتيبتي ان انت تبقى موضوعي ودعني برضو يمكن نتكلم عنه الكونشيني سكيلز المهارات المعرفية والعلم الاموشنال انتليجنز الزكاء العاطفي ده رهيب ده مهم جدا وممكن انت برضو نتكلم عنه شوية وكذا المهم دي بعض الصفات يا جماعة فيه صفات كتيرة جدا جدا يعني هي زي ما تركو اربع مجموعات وكل مجموعة فيها اه مجموعة من الصفات اللي انت لازم تعرف اه اه الصفات دي عندك عاملة ازاي واتطورها ازاي طبعا فيه بعض الصفات التانية في المجموعات اللي اناك بتكلم عليها ديت اه فيه صفات محتاجة تكون قليلة عندك فيه حاجات انت عايزت قوية تبقى قوية ايه ده وفيه حاجات عايزتها بقى ضعيفة اه طبعا نهديك مثال يقولك مثلا القائد ما ينفعش يكون ديتيلر ما ينفعش القائد يكون ديتيلر اللي هو بيغوز في التفاصيل وبعد يقولك ازاي ده مهم جدا ان انا بقى عارف كل صغيرة وكبيرة لا ما فيش حاجة اسمها كده الديتيلر ده اكتشفوا ان القائد اللي عنده جزء بتاع الديتيلينج ده بيبقى عنده مشكلة في القيادة طب بتسيطر عليها ازاي بالكونتروز بيبقى فيها ادوات بتغير تحكم فيها من فوق ما ينفعش توصف التفاصيل لان انت يفترض ان انت وانت بتعتلي سلم القيادة ممكن تقود مؤسسة كبيرة ممكن تقود مجموعة كبيرة من الاشخاص وبالتالي ما ينفعش اصلا مش يبقى عندك وقت اساسا تخش في التفاصيل فلازم تكون عارف ازاي من غير ما تغوص في التفاصيل تعرف تسيطر وتعرف تتحكم في الاهداف بتاعتك وزاي تحصل عليها من خلال المجموعات او المؤسسات اللي انت بتقودها او اللي انت بتدرك طيب يبقى دي كده نبزة عن يعني ايه بيلدينج ليدرشيب اسكيلز طيب في حاجة بقى بيسموها الكاريزماتيك ليدر ايه هو الكاريزماتيك ليدر دي يعني ايه كاريزماتيك ليدر انت زي ما اتفقنا اني في اله من شوية تكلمنا عن ان القائد بيولد ولا بيصنع طيب ايه اللي بيخلي القائد يولد او ايه الصفات اللي بتخلي القائد ممكن يكون مساعداء الظروف او مساعداء الجينات الوراسية بتاعته ده اللي احنا بتسميه الكاريزماتيك ليدر اللي هو بيبدأ يبني الكاريزمة بتاعته في جزء من الكاريزمة هي بتبقى من الصفات يعني وصلا واحد طويل يقولك ده طويل بعرضة او فده دي صفات صفاته راسية يعني هل الصفات دي عدم وجودها بيأثر على كونك قائد اه طبعا يعني مدارش نقول لا طبعا بتأثر يعني لو واحد مثلا قصير جدا طبعا هيبقى ده شوية مش هتلاقي مثلا في التاريخ كده قائد قصير اوي يعني مش هتلاقي اوي يعني ممكن تلاقي طبعا يعني بس هتلاقيها مش مش الكمون يعني واحد مثلا صوته مش برضو ممكن الصوت بتاع الشخص يأثر فيه الكاريزمة بتاعته طريقة حركات جسمه وطريقة تماسك جسمه دي برضو عشان كيه دايما بقول للناس يا جماعة انت يعني لان في ناس تقول لك يعني طبعا مش في النهاية بقى قائد هل محتاج ان انا اعود اسمع اعود اقرأ قولوا طبعا كلنا يا جماعة محتاجين نعرف علم هقول لكم حاجة ظريفة جدا كده ان كلنا قادة يعني كل الناس اللي في الدنيا قادة سواء يعني قبل او لم يقف ازاي ما هو احنا زي ما اتفقنا انت انت يعني ايه قائد يعني انت عندك حاجة بتسيطر عليها عندك بس حاجة طبعا يعني مين اللي بتبقى على الاشخاص لكن حتى غير الاشخاص انت عندك حتى انت نفسك اعضاءك وجوارحك هي نفسها محتاجة ليقودها يعني انت اللي بتقود عوطفك دي محتاج ما هو انت ده كله جزء من الليدرشيب لما بتعلم الليدرشيب تبدأ تفكر حتى في تحكماتك الشخصية او قراراتك الشخصية بتبدأ تحطها كأنها هي المدبوع بتاعك وتبدأ تديها اوامر وتبدأ تقول لها طيب انا هبدأ اطبق عليك كل اللي انا عايز اطبقه على الاشخاص لو انا كنت عايز ادير اشخاص انت في بيتك مثلا انت قائد فانت محتاج تبقى ليدر محتاج تعرف وهكذا فانت اي حد فينا محتاج يبقى عنده فهم ووعي ليه الليدرشيب والعلم ده طيب حتى زي حتى لو احنا بنتكلم برضو لو انت في مؤسسة وعند قائد حتى تفهم الراجل ده ليه بيعمل كده يعني ممكن تكون في تصرفات بتحصل وتعود انت تبدأ تترجمها بطريقتك لا انت ممكن لو فهمت العلم ده هتبدأ تعرف وتفهم حاجة كتير جدا بتحصل حواليك وتبدأ تقول اه يبقى هو يبقى ده مهم قوي فعشان كده انا بنصح كل الناس ان هي تحاول تقرأ عن موضوع القائد نرجع تاني لفكرة الكاريزماتيك ليدر فقلنا يبقى الليدر ده هيبقى ليه كاريزمة جزء من الكاريزمة ديت هتبقى دخلة في تكوينه عشان كده في بعض الاحيان يا جماعة لما بيجوا يقولوا مثلا ايه احنا خلاص احنا عايزين نخلي الشخص ده قائد تمام فبيجوا يقيموه يجيبوا ناس يقيموه فيبدأوا يقيموه زي ما تتكلمنا عليها من شوية يقولوا لا الراجل ده على فكرة بعيد ان هو يبقى قائد انت احسن لك يا ريس ما تبقاش يعني ما تقودش مجموعة كبيرة من الناس يعني انت هتبقى عندك مشكلة شوية طيب افرد بقى الشخص ده لازم يتعلم يبقى قائد مثلا ملك ملك من الملوك عنده ابنه وعايز الابن ده امير عايز يخليه قائد ما ينفعش بقى الناس دي تقولوا لا ده مش هينفع فيبقى لازم يبقى في حلول هل في حلول لكل حاجة غالبا ده اللي بيبدأوا يشتغلوا عليه انهم بيوجدوا حلول لكل شيء يعني ايه يعني لو واحد قصير في عمليات بتتمل طيب الكلام ده جماعة كلام اللي انا بقوله ده مش كلام مش همثلة ده حقيقة يعني ده حاجات بتحصل يعني يعني واحد قصير وممكن يكون اسره ده مأثر على يعملوله عمليات طوله ممكن واحد يكون صوته رفيع يعملوله عمليات يخشنوا صوته ممكن واحد اللي انا بقى القصة اللي كنت بحكلكم عليها من الاول هتديكم قصة كده حقيقية يعني كان فيه واحد شخص الشخص ده كان عنده فوبيا الفوبيا دي نوع من الامراض النفسية اللي هي الخوف من يعني اللي بيخاف من الاماكن المرتفعة اللي بيخاف مثلا من الضلمة اللي بيخاف من الاماكن المغلقة دول بيسموه من الناس اللي عندها فوبيا لللي ما يعرفش طيب فكان فيه واحد عنده فوبيا راجل كويس جدا بس من ضمن المشاكل اللي عنده لما جوهم يقيموه لقوا ان الراجل ده عنده فوبيا تمام فبدأوا يعملوا يعملوا بقى مش بس تحفيز نفسه ده بيعملوا أدوية تعالج المشاكل دي يعني الراجل ده ما ينفعش يبقى قائد وعنده فوبيا فلازم يحلهله يعني جمب التأثير النفسي ما قدروش فيروحهم الدينه أدوية عشان تعالج موضوع الفوبيا دي وشفنا الكلام ده في فيديوهات اتعرضت علينا من المؤسسات اللي بتعمل زي بيقدروا يعملوا أو يغيروا في الصفات اللي هي ممكن تعيق بعض الناس ان هم يبقوا قادة يعني زي بيقولك التغيير الفيسيولوجي دوت ان هو يطول حد يتخن صوته وكذا لان هي فعلا جزء من الكارزمة بتاعة القائد في جزء بقى اللي احنا بني بنيه طب ازاي تبني بقى الكارزمة بتاعتك القائد دي شوية حاجات صغيرة جدا يا جماعة لو انت خليت بلك منها هتقدر تبني كارزمة لنفسك كقائد زي ايه مثلا زي ان انت دايما يكون عندك رؤية يعني ايه عندك رؤية يعني يعني ايه يعني اقولك ان الراجل ده عنده فيجين او المؤسسة دي عنده فيجين الرؤية دي معناها ايه ان انت مش بتتعامل مع الامور اللي بتحصل وقت ما بتحصل وخلاص وقاعد يعني صد رد كده انا ننزل نفض لا الفكرة ان دايما ان يا جماعة القائد لازم يكون عنده رؤية ليه اللي بيحصل يعني ده اختلافك عن بقية الناس رؤية واضحة انا عارف ان رايح فين فعشان كده لما يكون الشخص عارف ورايح فين بتلاقي تحركات اختلفت لان التحركات بقت معتمدة عن رؤية مش معتمدة على الاحداث اللي بتحصل كل يوم فاللي بيعتمد على الاحداث اللي بتحصل كل يوم عمره ما هيبقى قائد عمره ما هيبقى قائد القائد لازم يكون عنده فيجن طيب القائد لازم يتعامل مع طرح ما بقى عنده فيجن فبقى شايف المستقبل فاذا شايف المخاطر اللي ممكن يقابله فبيبدأ يتعامل مع الريسك السنستيبتي تو انفورنمين فاهم ايه اللي بيحصل حواليه سنستيبتي تو فولوورز عارف الناس اللي حواليه سواء كانت البيئة المحيطة او الاشخاص المحيطين ودي هاقف عندها بعد شوية لان هي دي ممكن معظم الموضوع اللي انا جاي اتكلم عن النهار تمان والسلوك بتاعك والتعامل مع سلوك الاخري طيب فعشان تبدأ تديظلوب الكاريزما ديت فعايز انت تبني الفيجن بتاعتك وتكومينيكات الفيجن ديت مع اللي حواليك تبدأوا عقيم وفهمين ان انت عندك رؤية وبيدوك الفيتبريت بتاعهم عشان تخلي الرؤية ديت ما تكونش رؤية آآ نبعة من وجهة نظر شخصية لانت مشارك فيها اللي حواليك. وشوية حاجات تانية مش عايز اقف عندها لان انا عارف الوقت آآ هيبقى آآ مش هيساعة لنتكمل كل حاجة. لكن آآ لو سجلتوا الهما مسجلين المحاضرة انت دا وتوقفوا عند دي تشوفوا مجموعة الحاجات اللي انت بتديفلوب بيها الكارزمة. آآ زي ما زي ما اتفقنا مثلا حتة ان انت تبني آآ آآ بتاعتك آآ آآ بي اموشنالي آآ آآ اكسبرسيف اند ووم آآ آآ مي كامبل يوز اوف يور كروز توريز واسمايل فريقونتلي. الحاجات بقى اللي ايه دي عايزة شوية تدريبات وعايزة شوية حاجة عايزة 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 عندها طالما انا مش عشرحها بالتفصيل النهار. طيب. اللي انا ابدأ بقى اتكلم عليه دلوقتي يا جماعة هو يعني ايه العنوان بتاع المخادرة اللي هو القيادة والسيطرة من وجهة نظر مختلفة اللي هي وجهة نظر اليمين واليسار. ايه الكتاب اللي كتبوا عن المواضع دي خدوا منعطفات معينة. تمام؟ ودي اللي انا وقفت عنده شوية يا جماعة وده اللي انا عايزة اوضحه نهاردة في اللقاء ده. يعني ايه خدوا منعطفات؟ يعني مثلا نيجي عند واحد زي ستيفن كوفي اللي عمل The Seven Habits of Highly Effective People. الستيفن كوفي خد منعطف انا مديره كده لفظ انا مألفه يعني اللي هو المعطف اليمين يعني. اللي هو خد القيادة من وجهة نظر الناس المحترمة اللي عملوا leadership بشكل محترم بشكل فيه انسانية بشكل فيه امانة بشكل فيه مصدقية وهكذا. تمام؟ اما في بعض الكتاب وبعض الناس اللي كتبوا عن القيادة وكتبوا عن how to lead to make a leadership and how to control and how to get the power اللي انا سميتها بقى الاتجاه اليسار يعني اللي هم الناس الشمال يعني. فطيب قبل ما بخش في ده وفي ده عايز اقول بدا فاكت بقى مش وجهة نظر دي فاكت حقيقة التاريخ بيقولها يعني. التاريخ بيقول بالاسف اللي الاتنين نكحوا. عشان بس نبقى احنا برضو واضحين وبنين المعلومة العلمية بغض النظر عن ماذا يعني. دي فاكت دي حقيقة. التاريخ بيقول تاني بص الجملة عليش يا جملة تيرة شوية بس ده تاريخ. التاريخ بيقول ان الاتنين نكحوا. يعني ايه الاتنين نكحوا. يعني الناس اللي يمين دول نكحوا وقدروا يسيطروا وقدروا ينجحوا. والناس الشمال دول للاسف سواء بقى انت بالاسف او بالاسف هم برضو نكحوا. نكحوا في النتائج يعني انا بكلم عن نتائج. تمام? وبالتالي لازم نحترم الاتنين. نحترم الرأيين. انت هتحترم الرأيين وتقراهم وتسمحهم لان ده تاريخ. يعني انا او الناس اللي كتبوا الكلام ده مش قصة او وجهة نظر تاني. لان انت لو قريتك انها وجهة نظر ممكن تقطع الكتب دي قبل ما تكمل حتى المقدمة بتاعتها. لا. يعني الناس اللي كتبت اللي هو الوجهة النظر الشمال دي كتبوا تاريخ مش كتبوا وجهة نظر شخصية. يبقى احنا لازم اتفع على كده. طيب. زي امثلة كتاب المشهور جدا كتاب اسمه البرينس. وطبعا انتو كلكم اكيد سمعتوا عن ميكافيلي يقولك انت ميكافيلي يا ابني ميكافيلي. اللي هو بيرجع ليه نيكولو ميكافيلي. اللي هو مؤلف كتاب اللي اسمه The Prince او الامير. طيب. تعالا بقى نتكلم اكتر عن الموضوعين دول. موضوع اليدرشيب في اليمين وليدرشيب في الشمال. طيب. هل يعني في ناس عشان برضو نقفل الموضوع ده. في ناس بتقول يعني هو اه انت زي ما انت قلت ده تاريخ والتاريخ بيثبت وياه في الاخر كلها شمال يعني. لا طبعا انا هقولك مثال زغير ياثبت لك ان مش كلها شمال. ولا اليمين برضو بينجحه وبينجحه يمكن بنفس القوة يعني. يمكن الشمال كتاريخ اثبته شوية يعني اه في التوقيتات. يعني التوقيتات بتاعت الشمال كانت اسرع شوية من الاتجاه اللي هو بتاع اليمين ده. تمام? لكن اللي يثبت لك ان اليمين برضو شغال عشان محدش هيئة يعني. اللي يثبت لك ان اليمين شغال الانبياء مسلا الانبياء كلهم طبعا ما حدش يدع ننكر انهما قادة. وقادوا الناس للأبجيكتبز اللي هما كانوا عايزينه. فطبعا الانبياء كلهم كانوا يعني عندهم كل الاساليب القيادية اللي كانوا بيستخدموها كلها كانت اساليب منبعة من صدق وامانة واخلاص. فاذن الاتجاه اليمين يعني مفيش في كلام انه ده اه 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 واي اه 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 اه. وكما قلت لكوا للأسف التاريخ بيقول برضو الاتجاه الشمال برضو كان اه 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 يعني كان باردو مؤثر. تمام? فلازم تعرف الاتنين. حتى عشان تعرف اللي حواليك بتحركه ازاي؟ يعني الدنيا بتتحرك ازاي؟ مديرينك في الشغل اللي انت كنت شايفهم ناس غريبة وناس لا ده بالعكس ممكن يكون ده وهو عشان انت مش واخد بالك بس بتكلم كده لكن ده راجل بري بروفيشنال وبيطبق الكتاب زي ما بيقوله طبعا بس انا كتاب بقى اي دي المشكلة اهو كتاب اليمين ولا كتاب الشمال طيب فعشان كده بدأت انا احط المحاضرة ديت عشان اوضح النقاط دي فيه قبل ما اخش برضو للموضوع ده يعني في السياق يعني في واحد برضو اسمه تاكمان ده انا شايف ان هو برضو عمل نقلة مهمة جدا في تعريف مراحل بقى مراحل تطور القائد في الانفرنومنت اللي هو عايش فيها واحد اسمه تاكمان وعمل كتاب شهير جدا اسمه تاكمان ديفولوب من بروجيك تيم وكان عمله الفريق العمل وازاي الفريق العمل بيتطور الاداء بتاعه مع الوقت ومع الظروف ومع الاحداث اللي بتحصل عليه ويه تاكمان ده حط خمس مراحل للتطور ده تمام تاكمان قال ايه تاكمان قالك انت اول ما بتبدأ تتعامل مع اللي حواليك بيحصل حاجة بيسموها الفورمينج الفورمينج ستيج يعني ايه الفورمينج ستيج انا لسه متعرف على بعض بليبقى لسه محرجين من بعض لسه مش عارفين بعض قوي لسه مفيش بينا ثقة لسه 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 ده بيسموها الفورمينج ستيج وبعد كده بيخش في مراحل تانية مرحلة اللي اسمها ستورمينج ستيج بنبدأ بقى نتعرف نتخاني نختلف نتفق بعد كده نوصل لمرحلة اسمها النورمينج ستيج مرحلة التطبيع ان احنا خلاص بنبدأ بنشتغل مع بعض كل واحد عارف التاني حدوده عاملة ازاي لغاية ما نوصل لمرحلة اسمها البرفورمينج ستيج ان احنا بنبدأ نساعد بعض ونوصل لأهداف أهدافنا بمساعدة بعض ولغاية ما بنخلص المهمة اللي احنا عايزين نعمله وبنعمل الادجورنج ستيج وكل واحد بقى بيروح تمام طيب ايه علاقة التاك مان السيري دي مع الليدرشيب لا ديه علاقة مهمة جدا في فيلم اسمه The Specialist بتاع سلفستر ستالوني الفيلم ده يمكن معظمكم شاهدوا في احد الاجزاء في الفيلم بيحصل ايه بيحصل ان عايزين يجيبوا واحد يبدأ هو اللي يقود القضية اللي بتاعت الشخص اللي قاعد يموت الناس ده اللي هو سلفستر ستالوني في الفيلم فالرجل اللي بيجيبوه ده بواسطة هيحطوه يتك اوفر يتك اوفر يعني هيبقى قائد هياخد القيادة او الزعامة او الرئاسة او الليدرشيب بتاعت فريق العمل اللي بي يشتغل على الموضوع فاللاطة دي انصحكوا تفرجوا عليها لان اللاطة دي معمولة بابعاد علمية بحتة يعني معمولة يعني ما شفتش طبعا بس اكيد اللي وراها حد فاهم جدا علم الليدرشيب الراجل ده عشان يبدأ يقود المجموعة الناس هو راح انت زي ما انت كده بواسطة او بوات ايفر باخدك احطك قائد على فريق عمل شغال في حاجة وفريق عمل شغال في جهة قوية فانت اكيد الناس دي شغالة فمش هيدوك اهتمام ده عادي يعني تمام فهنا ييجي بقى دور تاكمان تاكمان بيقول لك طب انت ازاي كقائد هتبدأ تقصر تقصر الابعاد والقواعد بتاعة المراحل دي او على الاقل تصرحها ازاي تنط من مرحلة الفورمينج للستورمينج ومرحلة النورمينج ومرحلة الباور ومرحلة السيطرة بسرعة فده ده علم خطير جدا دم تخيلين يا جماعة احشرح لكم تاني عشان حتة دي مهمة جدا جدا يعني وممكن تكون بتطبق عليك في شغلك فيه ان انت تاني ان انت رايح تمسك ادارة مكان مثلا انت في شركتك رقوك مدير ادارة تانية مش الادارة بتاعت فرايح تمسك ادارة المكان دي فالناس غالبا ممكن ما يكونوش يعني مش هيدوك اهتمام وانا عايز اقود الناس دي لا الناس دي طب ماشي انا ممكن ابدأ بواحدة واحدة كده مع الناس وشهر شهرين ثلاثة اربعة سنة عبال بقى ما عرف ازبط الامور جميل لكن في احيانا انا ما عنديش البرفلج ما عنديش رفاهية الوقت انا بسرعة انا عايز اسيطر بسرعة اعمل ايه بقى هل ينفع اه ينفع لما تشوف الحتة دي من فيلم انا مش يعني انت عايز كنت روح تشوفها هتفهم الراجل ده عمل ايه الراجل ده استخدم احد التكنيكس في الفيلم يعني التكنيكس المهمة جدا للوصول على السيطرة بسرعة جدا تمام فيه تكنيكس كتيرة جدا يعني بس من اشهرهم تكنيكس صدمة ان انا بصدم الناس اللي قدامي فببدأ اخليهم يلتفتوا ليه وينتابه ويركز بقى معاه يعني مسلا يجي مسلا واحد في الكلام ده يجي اول ما يجي كده يقوم مفنش 20% من الموظفين مفنش يعني رافد يعني يروح جاي رافد يعمل ل20% من الموظفين اه دي احد الاسباب اللي ممكن تقول ايه عم الراجل ده يا عم ده جاي هو جاي قاصد المستقدمة في القيادة والسيطرة بسرعة وفي طبعا طرق بس تاخد وقت هو لا عايز بسرعة عايز بسرعة زي ما الراجل ده عمل في الفيلم انا عايز ما تشوف الفيلم ان شاء الله وتبقوا لما الفيديو ده ينزل تبقوا تكتبوها في التعليق ايه اللي حصل في الفيلم ان الراجل ده لما جه عمل برضو حاجة كده خلى الناس كلها تنتبه وتسيب بقى اللي في الايديها لا ده انت كده معلم واحنا هنقعد بقى نسمعلك ولسه بقى ما فيش وقت وقدر فعلا يتك اوفر الموضوع في ثلاث دقايق يعني تمام فاذا فكرة القيادة والسيطرة مبنية على علوم مبنية على دراسات مبنية على ابحاث مبنية على نظريات بتطبق وبتطبق بقوة زي الامثلة اللي انا دي تلكه دلوقتي ده نظرية الصدمة دي احد النظريات المستخدمة جدا في القيادة والسيطرة طيب هنبدأ بعد كده نبص على الناس اللي اتكلموا على القيادة من وجه نظر محترم من وجه نظر يعني مبنية على صفات حميدة فقال لك انت الراجل ده الراجل اللي عايز يقود وعايز يأثر فهنبدأ نجمع صفات الناس المحترمة دي وجمحهم ستيبن كوفي في سبع صفات وبعدين نزل صفة ثمنة في كتاب ثاني سمال اتس هابت فالكتابين هما فيه كتاب اسمه سيبن هابت وكتاب اتس هابت او الهابت رقم تمانية فالسبعة الاول مين قالك ان القائد او الشخص اللي عايز يبقى مؤثر ويقصر ويصل لنتائج مفروض يبقى برو اكتف يعني مش ري اكتف يعني يعني لو مبقاش برو اكتف بيبقى بيبقى ري اكتف طبعا نعرف ان فيه ناس ولا هي برو اكتف ولا هي ري اكتف دول مناش دواب احنا نتكلم يا اما يعني احنا ري اكتف طبعا كويس يعني ان انت بتبدأ يبقى ليك رد فعل على الاحداث اللي بتحصل حولك ده بنسميه كده ري اكتف يعني اتنين بيتخنقوا مع بعض في الشغل بتفض ما بينه ده كده اسمه ري اكتف ما لقى هو بقى البرو اكتف البرو اكتف يا جماعة اللي بيمنع الخناقة دي انها تحصل ايه ده همنحها زي وانا عارف انها تبقى اه هو بقى ده العلم ده العلم اللي بيخليك تعرف تتنبأ ب الحدوث الاحداث قبل ما تحصل بيبرو اكتف دايما نفكر ازاي هتمنع الاحداث قبل ما تحصل ازاي كده في المانجمنت يا بنشرح علم الريسك مانجمنت علم الريسك مانجمنت كله مبني على ان انت ازاي تكون برو اكتف ازاي تكتشف الهازرد ازاي تكتشف الريسك قبل ما يبقى اشو طيب النقطة رقم اتنين مهمة جدا جدا للقادة ان هو دايما يفكر يبدأ with the end in mind يعني ايه الكلام الغريب ده يعني اما تيجي تبدأ حاجة ابدأها من نهاية يعني ايه ابدأها من نهاية يعني افتكر كده تايجر وود بتاع الجولف وهو بيلعب الكورة بتاعة الجولف عشان فهو الراجل بيبدأ يبص على المئة فيه وبعدين يبدأ يبص بقى على الكورة فابدأ الاول بص على الهول اللي تقع فيها الكورة في الآخر بص على النهاية مهم جدا لان فيه ناس تقعد ماشية كده قلت كده مش قائد القائد ده لازم يكون عارفه ورح فيه اخر الرحلة عشان لو اكتشف ان الرحلة اخرها دي اخرها مالوش لازمة ما يمشيش فيها يبقى احنا كده دي تاني صفة من صفات القادة طيب رقم تلاتة دي خطيرة جدا ان هي بقى ترتيب الاولويات put first things first يعني الاهم فالمهم الاولى ثم الاولى كل الكلام ده لازم القائد يكون فهمه لان لو قائد بدأ يضيع وقته في الحاجات اللي مش مهمة يقول لك ما احنا شغالينا هو خلاص ودينا بنشتغل و احنا عم احنا شايفنا عاديين نلعب اول ما حد بيقول لك شايفنا عاديين نلعب تعرف ان هو يعني مش عايز اقول الفاتح بس هو يعني ده ابعد ما يكون عن فهم يعني ايه قائد و يعني ايه ده حد فاشل يعني لان احنا مش لازم انا مش عايزك تلعب او ما بتشتغل انا عايزك تكون بتشتغل في الحاجات الصح اكمل الجملة يبقى لما حد بيقول لك وان شايفنا بنلعب قوله اه شايفك بتلعب لان مش هو ده اللي انا عايزك تشتغل في دلوقتي فانت كده تلعب انا عايزك تشتغل الاول في ده هو ده الشغل بقى الحقيقي اللي هو مش لعب لكن تكيب يورسلف بزي او التيم يبقى بزي ده ولا حاجة طيب الحاجة الربعة دي بقى اللي هي من الصفات اللي هي فعلا بتبين الراجل او القائد المحترم عن غيره اللي هو دايما بيفكر وين وين اوعى دايما تفكر ان انت تكسب والبقى يخسر انا كده هو ده لا الوين و دايما فكر وين وين كلنا بنكسب كلنا بنفوس كلنا بنطلع فيزين في النهاية وكلنا مبسوطين وعشان هي صعبة فعشان كده معظم القادة اللي لأسف ما بيعملوا اشياء seek first to understand then to be understood يعني الاول بس اسمع الناس الاول حاول تفهم قبل ما تبدأ عايزهم يسمعوه ويفهموه يفهمهم بس الاول يفهمهم وهم عايزين يقولوا ايه فدي برضو مهمة جدا بس طبعا الميكانيزم بتاحها يا جماعة مش سهل برضو دي عايزين نبقى نتكلم في الميكانيزم بتاحها نيجي بعد كده السينيريزيشن السينيريزيشن اللي هي التقاذر يأذر بعضكم بعضا انت فكرة القيادة مبنية على السينيريجي مبنية على ان احنا نأذر بعضنا بقى ان احنا نبقى في كتف بعض ان احنا كلها نشتغل كتيم فده برضو من صفات القائد ان هو فاهم المترسخ عنده المنظومة دي وستيفن كوفي حط بقى حاجة اسمها شار بن زاسو سن السكاكين بتاعتك وسنش من شار عشان تبدأ تشتغل طيب المؤلم الناس التانية كلمت عن الموضوع ازاي يو في حاجات تانية اه يه واحد اسمه روبرت جرين روبرت جرين ده من رحم مدرسة زا برينز بتاعت ميكافيلي ومن رحم مدرسة تسو تسو اللي هو بيسموها الارتوفور بدأ يطلع كتاب برضو عشان زي ما قلتلكم في الاول هو كتاب مش وجهة نظر اوي قد ما هو هستوري يا جماعة عشان بس برضو تتعامل مع الموضوع بالشكل الموضوعي بتاعه هو الراجل اتكلم على الهستوري وبدأ يتكلم برضو على القيادة والسيطرة من التاريخ بس الجمال في كتاب روبرت جرين انه حط الموضوع في سلسلة نقط فحطهم سماهم قوانين السيطرة او ال40 for laws of power ال40 sorry 48 laws of power فال48 laws of power عبارة عن مجموعة من القوانين حطها روبرت جرين من التاريخ اللي اثبتت فعلياتها على مر التاريخ يعني عشان برضو ايه ما تقراهم ما تحسش ان هو ازاي لا يعني اثبتت سواء انت بقى مقتنع او مش مقتنع سواء انت متفق او غير متفق ده موضوع تاني لكن هي في الاخر قوانين استخدمت عبر التاريخ وفي بعض الاحيان في بعض الاحيان مش كل الاحيان للأسف نجحت طيب زي ايه مثلا يعني هروح برضو عشان وقت الامسية ديت هروح على بعض النقاط عشان بس اوضح لك الفكرة وان طبعا الكتاب هتلاقوه فري على الانترنت ممكن تعمله download وتقرأ اول حاجة مثلا اتكلم عليها روبرت جرين اتكلم على حاجة اسمها never outshine the master never outshine the master يعني ايه اول قاعدة اللي هو rule number one في كتابه اتكلم على ان ما يكون في حد في القيادة او في الصدارة لازم دايما تخليه في الصدارة اوعى تطفيه اوعى لان هو اللي في الصدارة تمام فدي مهمة جدا never outshine the master يعني وإلا هيشيلك من قدامه يعني لازم تدير وضعه وإن دا خلاص never outshine the master دي قاعدة رقم واحد اللي هي طبعا من التاريخ أثبتت ان اللي هم masters دول أي حد قرب منهم شلوه في business في شركة في أي حاجة يعني طيب ايه تاني بص كده اتكلم روبرت بناء عن حاجة اسمها ايه قالك في قاعدة اسمها use enemies don't over trust friends بص القاعدة الغريبة قوي دي لو قاعدت تفكر فيها تقول ايه يا عم الناس دي بيقولك use enemies يعني استغل use هنا يعني استغل استغل أعدائك ولا تصق في أصدقائك في القاعدة في القاعدة دي لما تقرأها بالتفصيل من التاريخ بيقولك ان معظم المشاكل جد من ان القائد او الشخص اللي كان في مركز القيادة وثق في من حوله تمام وبالتالي كانوا هم سبب في ان هم شلوه من منصبه او نحوه عن مكانه لكن في نفس الوقت التاريخ بيثبت ان بالعكس الشخص بقى او الأشخاص اللي بدأ يستخدم الناس اللي هي هو اصلا مش وصق فيها فهي بالنسباله عدوة وبالنسباله الناس عندها أطماع فلما استغل دول كانت سبب في تعزيز مكانته اكتر في البوزيشن بتاعه او في القيادة اللي هو مسكها في البزنس بتاعه او في شركته او في مؤسسته طيب من ضمن الحاجات اللي كتابها روبرت جرين قالك protect your reputation يعني ايه protect your reputation قالك ان سمعتك كقائد مهمة جدا 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 يا ما قاد تدمره بسبب السمعة فمهم جدا خلي بالك طالما انت رايح في مركز قيادة للأسف مضطر جدا تخلي بالك من صمعتك يعني تخلي بالك من تصرفاتك تخلي بالك من الناس شكرا تلاقي ناس كتيرة من الهم بيبقوا مسكين مراكز قيادية او ماسك منصف مؤسسة كبيرة تلاقيه دايما بيبعد ان هو يتصور الى حد كبير هيصور في وقت معانا اقولك عليها بعد كده لكن في العادي لا لان انت ممكن بصورة غلط تتصور وانت في وضع مش مظبوط او بتعمل حركة مش مظبوطة او دي مهمة جدا لان انت هتبقى تحت الاضواء وتحت الماكروسكوب وبالتالي الحاجات دي ممكن تستغل ضدك تمام وبالتالي مهمة اوي صمعتك وانت في مراكز قيادية مهمة جدا خلي بالك جدا خلي بالك وانت بتصور وانت بتتشات مع حد وانت بتتكلم وانت بتبعت ايميل لان انت اي حاجة ممكن تتمسك عليك بتخليك وتخليها معاك طول الوقت سمعتك هتبقى هي دي مفتاح نجاحك في القيادة طيب بيقول لك بعد كده ايه مهمة جدا القائدة جماعة القائد ما بيتكلمش كتير وما بينقش كتير وما بي يعني مش مطلوب منه او يجادل كتير مع الناس ودي نقطة كتيرة جدا الناس التانية مش فهمها او يعني يقول لك يا عم ولا لي مش عايز يفهمنا ولا لي مش عايز لا هو مش هيفهمك هو القائد لازم يتعامل من خلال الافعال احنا هنبدأ نعمل افعال وفي الاخر انت بصنا لو انا اقشت كل واحد واعدت اعمل مع كل واحد مش هاقلص ومش هعرف اجادله ومش هعرف وانا عندي اه في نقطة هقولها هنا بسبب مناسبة الموضوع ده لان دي حد سألني عليها زمان وي جاوبته وكل ما يشوفني يفتكر لي الموضوع ده ويقول لي انا فاكر دايما حد مرة سألني زمان بيقول لي اخي في حاجة غريبة جدا بيقول لي مديري دايما بياخد قرارات غريبة جدا تمام فبيقول لي ساعات مع ان انا عارف وانسي يعني هو شخص كويس وشخص بس ساعات بياخد قرارات غريبة جدا ومش عارف هو بيعمل كده ليه فساعتها ردت عليه رد ظريف شوية قلت له ايه قلت له خلي بالك احيانا لما احنا بيبقى في مراكز قيادية بتضطر تعمل حاجات بناء على معلومات عندك المعلومات دي ما تقدرش تقولها للناس تمام يعني مثلا انت مثلا الشركة بتقول لي يا وليد عايزين نقلل 20% من الموظفين تمام فطبعا دي معلومات مش هينفع اقول لي يا جماعة احنا مش كل الشركات طبعا تقدر تعمل كده معلومات لان طبعا لو تعرفت هتعمل مشكلة كبيرة عبال ما القرار يطلع يعني فاحنا عايزين الناس ما تعرفش إلا لما القرار يطلع طبعا يعرفه وخلاص يعني وقت التحضيرات لا يمكن حد ينفع يقدر يعرف المعلومة وإلا بيحصل مشاكل كتير جدا في الشركة فهتلاقي ان انت بتاخد قرارات بناء على المعلومة القرارات دي ممكن تبلي الناس اللي حواليك إيه الهابل اللي هو بيحصل إيه اللي بيعمله لكن هي ممكن يكون القرار حكيم جدا انت بتاخد حاجات معينة تبان ان هي قرارات غير حكيمة أو بالعكس دي القرارات متخلفة لكن هي قرارات حكيمة جدا بس لو عرف السبب ولكن انت عشان مش قادر تقول السبب فمش عارف توريها للناس بشكل وهكذا فدايما انت بقى لو عندك مدير بيعمل كده ما تحكمش عليه بسرعة لان ممكن باحتمال كبير جدا يكون سبب تريقتك عليه حاجة انت مش فاهمها وهو مش هيقدر يقول ها ولو انت عرفتها ولو انت كنت عشان كده بتعودش تسمع الناس قوي بتعود لا يعني هي الفكرة انا الافعال بتاعت هي اللي هتبدأ تبين وهتبدأ تبين انا عايز اوصل لفين مش ان انا اعود اقنع الناس واعود اشرح لهم واعود اعيط لهم لأ ما انت مش خائد طيب طبعا في بقى بعض الصفات اللي التاريخ بيقول ان هي تمت والاسف نجحك بس طبعا دي بقى صفات اللي هي زي ما اتفقنا صفات شوية رايحة في الاتجاه الشمال بشكل كبير شوية زي الصفة اللي بتقول ايه بص كده يعني هو عادي ان القائد يا جماعة يستغل اللي حواليه ويسيب وهم اللي يشتغل عشان نبقى بس متفقين عادي ده عادي وهو موجود قائد عشان كده عشان يشغل الناس اللي حواليه ويخلل دايما يبقى هو الدينامو اللي بيحرك كل التروس اللي حواليه فده عادي لكن هي اللي مش عادي فيها اللي هي تيكزا كريدت دي هم اكتشفوا ان كتير جدا من يعني نجحوا وعملوا سيطرة في وقت قليل للأسف استخدموا الصفة دي اللي هم استغلوا الناس اللي حواليهم اقصى استغلال ممكن وللأسف كمان خدوا الكريدت بتاع الموضوع لا الجماعة بقى بتوع اليمين بيقولك لا ماشي استغل اللي حواليك طبعا وشغلهم وحاول طلع منهم اقصى ما يمكن لكن دايما شارك الكريدت معهم يعني دايما خلينا ناكل كلنا ترطة مع بعض فده الفرق بس في الحتة دي ما بين اليمين واليسار يعني اللي هي take the credit يعني لكن الجزء الاولاني مهم يتعامل في كل الاوقات يعني طيب في صفة اللي هي هتلاقي كده عاملة زي السنارة وسمكة كده اللي هي البيت او الطعم بيقولك make people come to you use bait ساعت بيكسماها في الكتاب استخدم الطعم البيت اللي هو الطعم البيت وانت كقائد ما تحاولش تخلي او تروح للناس اللي انت عايز منها حاجة حاول تفكر تخليهم ازاي هم يجولك وهم لما يجولك انت بقى تطلب منهم اللي انت عايز وانت في موقع قوة تمام فده من ضمن الحاجات او القواعد المهمة جدا في زي ما اتفقنا ان كل قاعدة من دول روبرت جرين في الكتاب بتاعه حطي لها بعض القصص من التاريخ اللي الاسف الوقت بتاع المخاضبة انا مش هساع ان احنا نقدر نحكي القصص دي طيب من ضمن الصفات المهمة جدا اللي بيقولك ايه don't be infected تمام يعني ايه don't be infected بيقولك ايه بيقولك في بعض الحاجات كده عاملة زي الكورونا كده حاجات زي الفيروس زي الحاجات اللي بتنتشر وتمسك فيك ويقولك ايه بعد عن الحاجات دي يعني زي ايه كده قالك مثلا من الحاجات اللي هي بتعمل infection ان انت تبقى متشائم مثلا التشاؤم فيروس بيمسك فيك وبيمسك في اللي حواليك وبيبدأ يدي نيجاتي انيرجي كاملة على المجتمع او مجتمع العمل اللي انت تفوزته تمام ويقولك اوعى اوعى تبدأ تحط الفشل في الميزان بتاع القائل اوعى حتى لو انت شايف ان الدنيا خربانة لا انت هتبدأ تقول لا احنا نجحين احنا بننجح احنا الوضع زي الفل الوضع تحت كل الكلام ده مهم جدا لي كقائل مهم جدا خلي بالك يعني في تقييم القادة من ضمن الصفات يا جماعة اللي ممكن تتقيمها لو انت بتتقيم خقائد هي حتة التفاؤل والتشاؤم دي تمام فلو انت شخصية متشأمة او شخصية عندها نيجاتيب انيرجي او شخصية ده يعني بيقلل جدا جدا الجريد بتاعك كقائد لازم تبقى دايما زي ما بقولك كده شايف الدنيا كلها زي الفل معين الدنيا خربانة والدنيا ضاعة لأنا شايف الدنيا زي الفل واحنا رايحين في الاتجاه السليم واحنا مش عارف ايه واحنا هننجح واحنا وفي الحقيقة انا مش عارف لو انتو حضرتوا معايا المخاضرة بتاعة المانيشمنت انا اتكلمت في الموضوع ده لان انا عندي قصة لها شخصية نجحت مشروع مشروع كبير بس بي القعدة دي قعدة التفاؤل والتشاؤم دي طيب بيقولك ايه بيقولك crush your enemies totally اه دي قعدة في الحقيقة لما تقرأها في الاول كده ممكن يعني تقرف منها قوي لكن لما تقرأ تفاصيل بتاعتها بتتفاعل معايا بشكل تاني شوية يعني هو بيقولك هنا crush your enemies totally يعني بيقولك ضمر اعدائك بالكامل ضمر اعدائك بالكامل لما جيت قريت التفاصيل بتاعت اللو ده في كتاب the 48th loss of power بيقولك انت عندك بعض وطبعا بيكلم على اي ظروف بقى ظروف بية عمل او غيرها فانت عندك مثلا في في ناس في في الشغل عندك او في المنافسين بتوعك يعني enemies هو enemies مش تازم يكون عدوي يعني حد ضدك حد مش عايزك تنجح حد واقف قدام الobjectives بتاعتك فهو انا بيقولك لما يكون الشخص ده موجود وتبدأ تكتشف حاجة عنه تمام يعني اكتشفت مثلا ان هو الراجل ده فيه خطأ معين واقع فيه فيه ناس يقولك بس مسكت عليه غلطة وابدأ بقى تديله لا قالك اوه هتعمل كده قالك ما تبدأش تتخبط في الشخص ده الا الا اذا هتقدر تبعده خالص عن طريقة لانه لو هو قام من الخطة اللي انت قبطتهاله هيقوم اقوى ومش هيسيبك فلا يعني هديك مثال يعني انت مثلا عندك حد في الشغل والشخص ده مدايقك عاملك مشكلة موقفلك حاجات اتعمل لك واكتشفت عنه حاجة فانت بسرعة تبدأ بقى تستغل لها يا ابن شفته ده باجل ده مش عارف لا اوعى لان حاجة ممكن تكون انت اكشفتها حاجة قبيطة جدا واول ما يفوق منها ويعرف ان انت اللي عملت كده وبقوة بقامل قوته هيبدأ يتعامل معك بشكل مختلف خالص ويبدأ يأذيك جامد جدا لكن لو انت عندك الوضع ده لا لما اتعامل معها اتعامل معها المرة اللي هي ايه خلاص انا عرفت حاجة عنه ان هي خلاص الراجل ده يتشلم الشغل خلاص بقى من قدامي يعني اكشفت حاجة فعلا تخليه اه ساعتها ابدأ يتعامل معها فالفكر طبعا هي الفكر الشمال ده مبنية على زي ما اتفقنا على حاجات لازم انت اتدعمها بقى من جوه بالقيم والاخلاق لان الموضوع مش كده الموضوع مش خناءة زي ما الناس دي صورت الموضوع على انه خناءة على انه هو طبعا يا جماعة لما انت بتعتلي مراكز قيادية في اماكن كبيرة خلي بالك انت ممكن ما تحسش بكلام ده في معظم المؤسسات اللي انت تشتغل فيها لان الموضوع مش مستاهل يعني لكن لما الناس بتشتغل في مؤسسات كبيرة ويبقى فيه مرتبات كبيرة ويبقى فيه عوائد كبيرة او فيه وضع كبير او فيه المواضيع بتختلف تماما تماما عشان تبقى يعني ممكن تبقى ان تقرأ الكلام ده ايه يا عم يا فيه ايه بتقعد تعمل كده فانت اكيد انت بعيد عن عن النقط دي فعشان يعني كل ما تستغرب الكلام ده اوي كل ما تعرف ان انت بعيد عن الدايرة بتاعته عشان كده مستغربه لكن الكلام ده عادي بيحصل كتير جدا فيه المؤسسات اللي بتبقى الناس يعني شايفة ترطاية كده يعني فيها اخناقة يعني فالناس بتعمل حاجات كتير جدا عشان كده ما تقرأ الكلام ده وانت ما عصرتش الكلام ده ممكن تستغربه شوية لان انا يعني كزا مرة قبل كده من محاضرات الباور دي كان ناس يتكلم يقولي ده انا مش عارف انا دخلت وجبت اللي ببطني لما قرأت الكتاب واللي يقول لنا عدت عيط فده بتعرف ان هو بعيد خالص ده وشغال في كده شركة كيوت فيها ثلاثة اربعة ناس كده كيوت الكلام ده مش هتشوفه ونكلم على حاجات بقى فيها يعني لا مراكز قيادية مراكز فيها لان فيه اماكن انت لو مشيت منها انت ضعت انت او فيه اماكن انت المركز ده يعني هو والمركز اللي بعده بين السماء والارض يعني يعني ممكن تتلاقي فيه مركز مثلا موزيشن معين في احد الشركات الشخص بياخد مثلا عشر ارش ايا كان المركز اللي فوقه على طول بياخد مية ارش الكلام ده يا جماعة انتم اقول لكم كلام يعني حقيقي يعني تمام فبص متخيل يعني الراجل هياخد عشر اضعاف اللي بياخده بس عشان يطلع عشر اضعاف مش هياخد مثلا عشر في المية علاوة ولا لا فيه اماكن هياخد عشر اضعاف اللي بياخده تمام او عشر اضعاف ده اللي بيخش فيه مش اي حاج كيف بقولنا في الاول ان صفات القائد دي محتاجة شوية صفات معينة عشان يعرف يخش المعترك ده ويتعامل معاه وإلا مش هيعرف هي هي وكس طيب من ضمن الحاجات اللي اللي اتكلم عليها روبرت جرين قال لك اما بتيجي تعمل حاجة دايما نخلي ايديك نضيفة يعني يعني اعمل الحملة واطلع منها سليم فهو هنا بيكلم على زي ما قلنا في الاول ان القائد ده دايما سمعته هتبقى هي اللي ماشي معاه ف لكن ساعات هيتطر يعمل حاجات عايز يفنش مثلا مجموعة من الموظفين حاجة مش حلوة حاجة مش زريفة يعني وحاجة دي ممكن تقول الراجل ده بيفنش نوع جاي يعني هو بيقرر يعمل الامر ده ان هو يرفض مجموعة من الاشخاص بس بيحاول يخلي اللي في الصورة حد تاني يعني دايما القادة اللي هم اللي بيستخدموا الطرق دية هتلاقيه دايما بيحاول يبقى ايده اضيفة مش هو اللي بياخد القرار دايما اللي بياخد القرار حد تاني وتلاقيه يصر ان الحد تاني هو اللي ياخد القرار يعني ايه هو اللي مخطط ومرتب ولكن في الاخر دايما يصر ان في حد تاني يطلع يمثل الناس يمثل هو اللي ياخد القرار يبقى في الاخر دايما هو بيحافظ على دي من ضمن القواعد المشهورة جدا في اللوزوف باور طيب من ضمن الحاجات اللي اتكلموا عليها كل الناس اللي اتكلموا عن السيطرة اتكلموا عن حاجة بيسموها انا طبعا جماعا زي ما قلت لكم انا مش مش ماشي مش بعد عليهم كلهم عشان الوقت فانا بحاول اقف كده عند بعض الحاجات زي ما قلت لكم الكتاب موجود على الانترنت فور فري يعني من الحاجات المشهورة جدا اللي هي plan until the end ودي محدش اختلف عليها خالص plan until the end مفيش حاجة اسمها قائد من غير خطط مفيش مش موجودة يعني دايما كل شغلك مبني على plans 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 يعني ايه يعني عارف انت هتعمل ايه what is the action I have to go through يبقى دايما وانت بتشتغل في مكانك بتبدأ ترتب الشغل بتاعك اللي هيتعمل وال plan هنا plan يعني زي ما انا شرحت قبل كده في مواضع اخرى عشان بس تفتكر كلمة plan يا جماعة يعني بطريقة سهلة وطريقة professional افتكر القاتي plan يعني اجابة كل علامات الاستفهام هو ده كلمة plan يعني اديك مثال انا عايز اطلع رحلة تمام خط كل علامات الاستفهام وجاوب عليها بقى انت عملت خطة للرحلة زي ايه مثلا where هتروح تطلع رحلة فين why انت ليه طالع رحلة who مين اللي طالع معاك الرحلة when امتى هتطلع الرحلة how ازاي هطلع الرحلة هستخدم ايه هروح بالقطر ولا بالطيارة ولا ماش فاي plan هو ان انت ترص علامات الاستفهام قدامك وتجاوب عليها لاي موضوع هتلاقي نفسك عملت plan هتلاقي نفسك عملت خطة محترمة ليه بتعمل خطة ما هي دي الرؤية اللي انت هتشتغل بيها plan هو الرؤية والطريق اللي انت هتمشي عليه عشان توصل للهدف بتاعك plan until the end غيرت ما توصل للهدف طيب وطبعا لما يسكر البلان هتلاقي قاعدة تانية مرتبطة بالبلان اللي هي the art of timing المواقيت يا جماعة مهمة جدا في القيادة يعني بتكلم ناس يقولك يا عم كله بيمشي وكله هيخلص اول ما حد يقول كده برضو بتعرف انه ابعد ما يكون عن صفات القائد القائد يعرف يعني ايه مواقيت مواقيت دي مهمة جدا يعني دايما لما بيجي نشرح كلمة control بنقول ال control هو ايه هو taking the right action in the right time هي الموضوع بس مش انت تعمل الصح لا تعمل الصح في الوقت الصح وبالتالي وبالتالي timing بتاع او الوقت بتاع اتخاذ القرار مهمة جدا زي صحة القرار فالوقت توقيت المناسب ده مهمة جدا ده علم طبعا تمام فعلم التوقيتات ده من العلوم المهمة جدا طيب من ضمن الحاجات برضو اللي بيتكلموا عليها في القيادة حاجة اسمها free lunch free lunch احنا في العالم العربي ممكن يكون لنا شوية يعني ترجمات مشتقمة من free lunch اللي زي مثلا هدية شاي بلياسمين رشوة فالحاجات دي كلها جاية من كلمة free lunch ان انت دايما يعني وانت بتوصل للاهداف بتاعتك ان انت طبعا ده من الحاجات اللي هي الشمال بقى انت ازاي هتوصل للاهداف بتاعتك عن طريق ان انت تقدم بعض المغريات للاطراف للوصول للاهداف بتاعتك طيب من ضمن الحاجات برضو use the mirror effect يعني ايه use the mirror effect هو يعني ايه انت تبص في المراية تبص في المراية يعني انت بتشوف نفسك ف دايما حاول تشوف نفسك تشوف تأثير نفسك ودي على فكرة عملوا عليها بعض الابحاث تمام وطبقوها في بعض الاجتماعات الشهيرة مش عايز اذكر بس اسمق شخص عشان ما نخش في ايه في القضايا مش بتاعتنا يعني لكن اقرأ عن الميرور effect هتقرأ عنها قصص جميلة جدا يعني قصص حداث حقيقية حصلت يعني اللي هو تأثير المرآة او الميرور effect طيب ايه تاني من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نقراها التوازن ما بين القلب والعقل مهم جدا التوازن ده يعني ما تيجي تبدأ تاخد قرارات ما تحاولش تاخد قرارات بقلبك ولا بعقلك حاول توازن بالتنين هتلاقي القرار بيبقى اقرب لا يكون للصح تمام يا واحد يقول لك لا فكر بعقلك واحد يقول لك لا ولا دا ولا دا يعني دايما يخلي فيه توازن لأن التوازن هو اللي هيديك في الآخر القرار غالبا الادق يعني طيب انا مش عايز اكمق يعني انا بس قلت لكم الموضوع بس انا مش جاي اشرح الكتاب انا جاي اديكم بس فكرة عن يعني ايه منظور من الشمال ومن اليمين وازاي الناس بتستخدم بعض الصفات السيئة الوصول لأهدافها وللأسف زي ما قلت لكم التاريخ بيقول ان الصفات دي كانت سبب في نجاح للناس كتير جدا وانت يعني ممكن بعد شوية شرح دول تبدأ تقول اه يا ده المدير ابن اللذين اللي كان ده يعطرن وكان بيعمل كده انت ممكن تبدأ تفهم سلوك بعض الاشخاص اللي حواليك او القادة اللي انت بتشوفهم ليه كانوا بتصرفوا كده يعني طبعا امثلة كتير جدا مش عايز اذكر اسماء اشخاص يعني بس امثلة جدا حوالينا هتلاقي الصفات دي بتعملوها كل يوم يعني وناس بيطلعوا على الشات تلفزيون فهتلاقي فعلا الصفات دي مترسقة فيهم يعني ازاي بيستخدم الاساليب دي والاسف هم يعني وصلين الاهداف بتاعك عشان بس يعني بقول الاسف لان فعلا زي ما قلتلكم في الاول ان التاريخ بيقول ان بعض الصفات دي بتكون لها يعني بيجيب لك نتائج وساعات نتائج اسرعة كمان من النتائج اللي بيجيبها الناس اللي بيشتخدموا الاساليب المحترمة في القيادة طبعا مش كل الكلام اللي كتب عنه تسو تسو او او زا ارتوفور او او مش كل الكلام اللي كتب كلام وحش برضو يا جماعة والناس زي ما قلتلكم هم بدأوا يكتبوا اللي حصل او زي ما حصلت كسارد للتاريخ لكن فيها حاجات طبعا كل الناس بتستخدمها زي ما اتفقنا لكن خلي بالك وانت بتقرأ كتب دي لازم تقيم الكلام اللي انت يعني اللي انت ممكن يكون عجبك ده ده او اخلاقيا ينفع يتعامل ولا لا لان دي مهمة جدا انت دي دي محدش يعني انت اللي هتقيم فيها نفسك لان في حاجات مرتبطة بحاجات اخلاقية مرتبطة بإيمانك بإيمانك بربنا فالموضوع مش مش مجرد ان انت عايز توصله خلاص الموضوع فيه شوية قيم وحاجات تانية ممكن تلاقيها بتحول ما بينك وما بين بعض استخدام كتير من الصفات اللي انت ممكن تقرأها لكن نصيحة لازم تقرأ كله لازم تعرف الفكر ده اتبانى ازاي عشان انت يعني حتى سيدنا عمر بن الخطاب بيقولك ايه لستو بالخب ولا بالخب يخدعني يعني انت مش مطلوب منك ان انت تبقى انسان خبيس او انسان لكن برضو مش مفترض ان انت الناس تضحك عليك او تبدأ تحطك في موقف انت ماينفعش تحط فيه وبالتالي الصفات دي ما بتعرفها بتبدأ تتعامل برضو مع الاشخاص الغير سويين يعني تبدأ تعرف هو بنوى على ايه بتبقى شايفه بقى خلاص الراجل ده بيتحرك التحركات دي يبقى هو بيستخدم القاعد دي يبقى هو ناوي يعمل كزا يبقى هو فبتلاقي نفسك بتبدأ تتعامل مع اللي حواليك بشكل مختلف خالص وبشكل فعلا very effective طيب الaction لو انت عايز بقى بعد الworkshop ده او بعد الامسية دي اول حاجة حاول تدور على موضوع اللي هو التقييم وطبعا في مواقع كتيرة بس غالبا المواقع المجانية ما بتكونش effective قوي يعني في مواقع ممكن تلاقيها مش بفلوس كتيرة بس مواقع هتديك تصور كويس عن شخصيتك القيادية لو انت حابب يعني بتشوف التقييم ده ولازم تعمل 360 دي جري لازم تعمل 360 دي جري ده مهم جدا تدي التقييم ده للأفراد او اشخاص انت تعرفهم وبعدين هيكون لك الكاراكتر بتاعك وبعدين تبدأ دي اول خطوة الخطوة اللي بعد كده هتبدأ هتشوف فين الجابزة عندك انت ايه المشكلة اللي عندك هل انا مثلا ايه الحتة اللي انا فيها قوي ايه الحتة اللي انا فيها ضعيف يعني من ضمن الحزم اللي انت بتقيم فيها نفسك مثلا اللي هو بنقول مثلا friendly قد ايه انت صديق فيه ناس تقولك يا عم لا افقائد ما ينفعش يصدق حد لا خالص يعني دي تاني صفة تاني صفة من صفات القادة على الكيرب اللي هو تاني صفة عالية على الكيرب اللي هو انه تبقى friendly اول صفة طبعا اللي هي الانستي والصدق والامانة دي من اوائل الصفات اللي هي محتاجة القائد بقوة اللي هو يبقى عنده صدق وأمانة بعد كده بيجي صفة hull achievement focus دي من الحاجات العالية جدا اللي هو بيعرف يخلص دي من ضمن الصفات القوية جدا للقائد اللي هو يبقى عنده hull achievement focus ديت عالية جدا وهكذا الصفات القيادية ديت زي ما قلتلكم يا مجموعات كل مجموعة فيها مجموعة من الصفات في مجموعة صفات لازم يج Believe جدا عند الشخص لازم تعليهم. وبالتالي لو هم مواطين عندك لازم تعليهم. يعني لقيت نفسك انت السورفي او او لو حد عمل لك الانتربيوز وبدأ يقيمك. وقال لك لا خلي بالك انت شخصيتك مش فريندلي. انت الفريندلي عندك ضعيفة جدا. فيبقى انت لازم تقويها. يقول لك لا انت خلي بالك انت مش اتشيف منت فوكوس او مش مابتعافش تخلص قوي. لا دي بقى انت دي عندك مشكلة كبيرة جدا كقائد. فلازم تبدأ تقويها. وهكذا. تمام? وفيه العكس بقى فيه صفات ممكن تكون عالية لازم تقللها. زي ما اتفعنا مثلا في الصفة انت تبقى انت مش مطلوب منك كقائد تبقى فلازم لو دي عالية عندك لازم تبدأ تقل. عشان تبدأ تركز ازاي هتكتر اكتر ما ما تركز ان انت تخش في التفاصيل. وهكذا. يبقى اول خطوة ان انت تعمل لنفسك. طبعا عن طريق اه جهة او عن طريق اه مؤسسات اللي هي بتعمل التقييم ده بشكل قوي. وتبدأ تعرف انت فين من اه الصورة الاي دي للقائد. خطوة رقب اثنين. تعرف الجابس. فين الجابس. فين المشاكل. ان عندي مشاكل في ايه? زي ما قلتلكم. انا مسلا من ضمن المشاكل اللي كانت عندي لحيطة الاموشن. ان انا الاموشنال اللي كانت عندي عالية جدا. فازاي تبدأ بقى فيه بقى طرق بتبقى. في طرق تبدأ تخلي الصفات دي تتعالج عندك. ازاي تقلل جزء الاموشنال ده عندك. فيه طرق بتستخدم للتوجيه للكلام ده. واحد مسلا عنده انه هو اه دايما مش ماشي بفجن و بلان. مش ما عندوش القناعة دي بيبدأوا يرسخوا عنده. كيف يقول لك احنا قلنا في الاول ان احنا عندها نسبة كبيرة من الناس تقدر تتبني ققادة. يعني انت تقولش انا مش هنفع بقى. الا لو انت فعلا جاي في الكرب من ناحية الشمال دي خالص. ودول وعدد قليل جدا من البشر يعني. لكن العادي لا العادي بيبقى عنده طالما عنده النية وعنده العزيمة لا يقدر يتعلم ويقدر يتبني ققائد. ويبدأ يبني ويطور مهاراته القيادية. اللي هي زي ما اتفقنا. اللي هي بتقول لتحقيق الاهداف والوصول الاهداف باسهل شكل ممكن. هو ده اللي احنا عايزينه. احنا في الاخر مش عايزين لا احنا عايزين في الاخر. اهدفنا تتحقق بشكل قوي. لو انت ما عملتش كده. يعني دايما يا جماعة برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا. ان القائد لما بيفشل غالبا كله بيفشل. ودي الاسف يعني مهمة جدا يعني. ان القائد اول ما بيفشل بيفشل معه كل اللي وراه. وبالتالي انت عليك مسؤولية كبيرة جدا قائد على انت لو لو رب اسره. وفشلت في 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 تكوين اسره. هتلاقي الاسره كلها غالبا يعني بقت في يعني تلاقي مسلا اسره كاملة بيرقصوا مسلا يعني كلهم طالعين او اسره كاملة طالعين بيعني شوف فيديوهات كده تلاقي اسر طالعين كلهم على يعني تلاقي طالما القائد اه ماشي في اتجاه غالبا طبعا غالبا يعني دايما ما فيش قاعدة عامة بس الغالب بيبقى كده. بتلاقي كل الناس راحت زي ما القائد بيعمل. وبتبقى مجرد ما ما بيحد قائد بيتيك اوفر قوي بتلاقي كله اتقلب معاه. فتأثير القائد او القيادة يا جماعة تأثير مهم جدا وتأثير ساحر على مر التاريخ يعني. فعشان كده اه من الحاجات اللي فعلا مستهلة ان انت تبزل فيها مجهود وتبزل فيها وقت. لان زي ما اتفقنا كلنا اه بنتعرض ان احنا ممكن نبقى قادة انت ممكن تبقى قائد وانت رايح رحلة. هتقود زمالك عشان نروح رحلة جميلة. احيانا الناس بتطلع رحلات. واللي بياخد بيتك اوفر الموضوع حد بيبوز رحلة كلها. فتلاقي لا واحد ممكن فعلا هو اللي مسك الموضوع اقل رحلة جميلة جدا. وتقعد تحلل ايه ده رحلة دي كانت جميلة كده اه عشان ده اللي كان مرتب الرحلة هو ده اللي كان منظمة. كان مرتبة حلو جدا لان هو بيفهم. وتلاقي واحد تاني بوازدخ اليوم وخلانا كلانا نروح رحلة كلانا نطلع ننام ورحلة اذا اللي درشيب يعني آآ نجاحه بينجح كل الناس. ويفشل ولو بيفشل طبعا في الغالب يعني يعني بيفشل كل اللي حوالي. وبالتالي وجود قواعد للقيادة وآآء اساس للقيادة بيخلي نسب النجاح دي طبعا بتزيد بشكل كبير. بعض نقف عند النقطه طيots. وهفتح مجال نقعد اه ندردش وان لو حد عنده اسئلة نتكلم فيها. اه وان شاء الله يعني شوفوا بقى اي نقطة من النقطة احنا اتكلمنا فيها لان انا بقولك انا اتكلمت عن الكلام عن الموضوع اه بشكل عام شوية. اه لانه الموضوع زي ما قلت لك كل حاجة من دول ممكن نقعد نعمل فيها لوحدها محاضرة. يعني اه بتاعت القائد القصص زي ما قلت لكم فيه خصص كتيرة. اه نقعد نحكيها ونقول ايه اللي حصل فيها ونثبت ان الكلام ده حصل فيه عصر مسلا الملك فلاني عما عمل يعني ممكن نبدأ نخش في الكلام ده بس نبقى يعني مركزين لو انتو حابين يعني اه قولوا لي بس ايه النقطة اللي احنا نتكلم فيها واجمع لكم اه معلومات عنها ان شاء الله عشان ما ينبقاش الموضوع ممل. وشكرا ليكو. ولو في عندكم اسئلة انا اهلا بها. بزاك الله خيرا مشوان صليد. اه بحضرة رائعة. ودايما نستمتع باسلوب حضرتك الرائع والقيدي بصراحة. وان شاء الله في انتظار حركة في محاضرة قادمة وكل سنة حركة طيب. والسلامة. كيب وجميع حضور بخير دايما. اه احنا بس بأكد ان هينزل بعد منقشة الانك بتاع الشهادات ان شاء الله بعد ما نخلص منقشات. وهيتم صدور الشهادة على الايميل. بعد تسجيل تسجيل الفور. لو حادي عنده رسائل بعد باش مانصفها هتتفضل. مش مانصفها هتت? طب لو فيها اي اسئلة يا ريب بعد ازنوكو ريز شما نزل يا مرد فضر السلام عليكم. عليكم السلام وطلوب بركاته. بارك الله فيك شكراً كانت حاضر قيمة. بس في عندي تعليق الحالات اللي موجود فيها مدراء أو قادة نجحوا بسبب امتلاكهم لصفات شمال زي ما صميتها هذا غير دليل يعني مش دليل على انهما الاسلوب هذا لازم يتبعوا الاخرين ويتبعوا صفات الشمال هذا دليل فقط على انه فيه اشخاص سيئين وما لازم يكون قدوة بالعكس هذا الانسان لازم يتجنب في جميع الاحوال لازم نتجنب الصفات الشمال وذا بنانا ننجح ننجح بالصفات اليمين ومش الشمال طبعا كلام مزبوط جدا ما هو ده اللي انا كنت قاعد اقوله بقولك وانت بتغرى الكلام ده لازم انت تحكم ضميرك وتحكم ايمانك بربنا وتحكم اخلاقياتك الاثكس بتاعتك لان في الاخر دي اللي هتحكمك لكن معرفتك للكلام ده مهمة جدا لان كتير من الناس داني بقولها لان هو ده اللي بلقبط الناس كتير من الناس يقولك لا انا هقراها ليه واعرفها ليه لا ما انت ستعرفها لان انت هتعامل مع الناس دي مش هتعرفها عشان تعملها انت هتعرفها عشان تتعامل معها يعني انا عايز اعرف الراجل اللي بيدربني ده عشان اعرف بيدربني ازاي عشان اعرف ما يخلوش ادربني تاني ان انا مش هبقى امعها اتضرب وخلاص عشان انا مش عايز اعرف ازاي الضرب ده حاجة وحشة. لا. الفكرة انا باعرف الشخص اللي بيعمل الحاجة السيئة دي عشان لما يجي يعملها اعرف اقفشه اعرف امسكه اعرف اوقفه. لانه في الاخر لو انت ما عملتش كده للاسف هو ده اللي هيقود ما وانت ما عايفتش توقفه. هي دي بس الفكرة. لكن كلام حضرك مزبوط جدا طبعا. تمام بارك الله فيك. شكرا جزيلا. اه بش محدسة حناء. شبون سعيدة لتخطي ده. السلام عليكم. وعليكم السلام انا طبعا اركاته. اهلا وسهلا. وحشنا كتير جدا يا فندم والله احنا بنشكرك شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة دي بالامانة يعني. بنكرمك. وعلى الاسلوب المتميز اللي حلاك بتعرض بيه. واللي بتربطه دايما بالاخلاقيات ولك اسلوب مميز يعني انا شخصا ايه بحبه وبحترمه وبعزه جدا. ربنا يخليك. الله يخل. بس احنا بصراحة الموضوع ده ماتهضمش قوي او ما يعني عاوز محاضرتين تلاتة او كورس يعني مش. احنا اتفخدنا بس فكرة عنه كخشور بس احنا عاوزين نستزيد يا ريت حرادرك زي ما عملت معنا في المانيجمنت كده. لو تسمح تقدر تدينا كورس او مجموعة محاضرات في في الموضوع ده. اكيد طبعا طبعا ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال يا فندم دلوقتي بالنسبة للقواعد اللي هي التمانية واربعين او القوانين. انا لحظت على مدار مدة خدمتي يعني في الشغلة. اه. وتحديدت مع مدارين وقاضة وكتير. ان هم بعضهم اروجي الكتب دي. ولا تعلموا العلم ده بس بيقوموا حرفيا بالنوز والقواعد اللي حضرتك شرحتها. هل الخجل اللي كتب الكتاب ده استقرأ يعني شاف نمازج وبعدين كتب بناء عليها ولا ايه تطابق ما بين العلم وما بين اللي هما بيعملوه بس هما عملوه باي تالنتي يعني ما عملوهوش. انا عارف ان هما ما اروش الكتب دي ولا ايه. كانوا بيعملوها اه مهارات فردية بس متطابقة تماما مع اللحظة كلها. انا عاوز شوف هل التطابق ده صدفة ولا اللي كتب الكتب دي اه عمل استبيان او استقراء وشاف نمازج كتب وكتب عناها فرق. اه مش فهم من حتة دي صراحة. تمام. اه لو كتت حركة تبص على الكتب دية هتقيها يعني مكونة من الاف الصفحة. دي يعني مش اه حتى الكتاب المشهور بتاع روبرت جرين الصغير ده مش الكتاب ده ده يعني حد كده جاي بالمقدمة وخططها في الكتاب لكن الكتاب بتاعه اه الاصلي تقريبا الف وربعمائة صفحة انا. فهو كل اللي الكتب كل. حوالي ربعمائة وستين او ربعمائة حاجة وستين صفحة. ده اه ده ده ده. يعني ده تمام مختصر? اه ده مختصر. فالكتب ديت كلها كلها جايبة امثلة من التاريخ. امثلة من صفات اشخاص يعني اه اه او احداث حصلت في التاريخ. اه. والاحداث ديت اه كانت بالنص اه فيها الصفات ديت. اه. هل ده بيقيد لنا مسأل اللي هو يخلق من الشبه اربعين. يعني اصلا بلاقي اه 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 مديرين في في العصر الحالي. بقول له حضرتك والله الصفات يعني شبيهة اوي اوي من من اللي هو عمل. يعني هو كاتبوا بالخبرة. لا مش بالخبرة من التاريخ قصية برضو يعني انت زي ما تقول كده ايه اه واحد اه بيجزب مسلا. فاللي بيجزب ده مش محتاج كتاب عشان يجزب. هو صفة الكذب موجودة عند البشر يعني. بس. فيه واحد يعرف في استخدمها في ايه في شغله واحد ما يعني استخدم الصفة السيئة دي في شغل واحد ما يستخدمها فاة تلاقي صفات دي صفات سواء هي صفات حميدة او صفات سيئة. صفات موجودة عند البشر. فعن يعني ايه مهارة استخدامها حاجة وانfferيّة موجودة و و مش حاجة غريبة حاجة تاني. فهي صفات موجودة موجودة عند الناس. هي مناقين دي يعني كلها. اه بالزبط. ففي ناس تطورها في حيث ان هو يستغلها في شغله. بس غالباً غالباً يتبقى ليها مرجعية شوية حتى الاشخاص اللي مقاروشوا الكتب دي غالباً اتعلموها من حد شافوها عند حد ما ببقاش جابها كده من دماغه يعني. فبتبقى مدرسة المدرسة دي طورست مع الأجيال يعني. يعني تلاقي مدير علم مدير قائد علم قائد سواء قائد كويس أو وحش يعني. بس بتلاقي طورست الموضوع بس ليه أصل في الأصل يعني. ما جاش كده واحد اتولد قاعد يعمل الصفات دي وخلاص يعني. بس لأسف زي ما حرارك قلت في البداية الناس الشمال نجحوا برضو يعني. في فعلاً صفات كده ويعني الواحد بقول اه نجحوا بس الواحد ما يتمناش ان هو كان يقلدهم. طبعاً بس لأسف يعني حتى كلمة نجحوا يعني عشان ممكن الناس تحفظ عليها بغض النظر بس وصلوا الأهداف يعني. يعني لو احنا بنتكلم ان فيه هدف. لو فيه هدف في الآخر انت عايز تطلع تجيب التفاحة من الشجر. نفترض ده الهدف. سواء هدف حلو او هدف روحش برض. الصفة دي نجحت راجل ان هو اجيب التفاحة من على الشجر. وصل للتفاح. سواء بقى انت يعني قابل مش قابل هو في الآخر. راجل وصل التفاحة. التاريخ بيقول كده اول ده اللي احنا عايزين نقول. وده للناس بتبقى وانا بشرح الموضوع ده بتبقى عندها يعني غضاضة في الحتة دي. مش عايزين يصنعه دي. يعني انت من جواك مش عايز تسمع ان حد عمل كده وصل. طب ما هو نعمل ايه ده تاريخ. يعني نغير التاريخ عشان نفسط الناس. لا اهو ده التاريخ. لا بنذكر حدوك نوهت يعني حدوك نوهت. اه ده التاريخ. مش مش. اه. وبنشكرك شكرا جزيلا يا فندم والله. بس لو حدوك تكتب لنا بقى اللينكات بتاعت المواقع وبتاعت. اه اكيد طب. اكيد. اه اكيد. او المختصرات دي. اه اكيد. وحدوك تتكرم يعني مشكورا بالمادة العلمات بتاعت المحاضرة يعني. طبع طبع. اه الله يخبر. شكرين جدا. اه الله يخبر. شكرين جدا. الله يخبر. شكرين الفنس اشرف ومشكري منس او محاضرة. الف شكرة. فضل. جزيلا باش مهندس عيدل. اه باش مهندس بحية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مهندس وليد كيف الحل? انا بها. اخطت عندك دورة. اهلا مسهلا. اهلا مسهلا. واشتغلت معك بالأفوردة بالهاوسينج بس انت مع بروة. اه تمام. اه صراحة انا تشرفت بمعرفتك شخصيا ومن الناس اللي بتابع محاضراتك عادة بحضر الفيديوهات. رب لك. اه وهاي المحاضرة صراحة استفت منها كثير. اه لكن عندي عندي ستقال. اه احنا اه تعلمنا منذ الصغر ما بعرفيه جزء من ثقافتنا العربية وجزء من ثقافتنا الاسلامية. انه العدل اساس الملك. اه الملوك والملوك العادلين عادة وقاد العادلين حتى لو كان فيه جور لكن هذا الجور بالتساوي على الناس. الناس اللي تتبعهم اكثر من القادة الغير عادلين. انا ما شفت موضوع العدل لا بكتاب ستيفن آر كوبي ولا بغرين روبارتي غرين. اه بتمنى انك تحكي لنا شو وجهة نظرك بخصوص العدل. هذا من ناحية. اه من ناحية ثانية. اه وقت هاي المحاضرة بالنسبة للفكرة تبعها يعني قليل كثير. اه لكني انا حصلت اسماء الكتب اللي حضرتك ذكرتها. اه رح اقرأها. اه لكن عنا مشكلة بهذا الزمن انه انه اه اذا احنا اه اه بنحكي عن عن الامة كيف تنهض او اه او حتى وضع الشركات كيف تنافس اه ما تقدرش انت تكون حقاني طول الوقت. اه ما بحكي انه احنا لازم نكون شمال. لكن استليب الشمال ضروري نفهمها حتى نطاومها لما نواجهها. صح. او حتى نتوقعها لما نكون نتعامل مع شخص شمال. صح. يعني انا من الناس اللي كنت مفكر انه اذا اشتغلنا صح احنا رح نمشي صح. لكني باحد المشاريع. اه سبب اني انا مشغال صح كان سبب انه المين كونتراكتر المدير المشروع قال يا انا يا بهاء انا ما بدي بهاء. اه صح. اه فكان كان خسارة الي اني انا اكون حقاني. ما بقول يعني هي خسارة الي بالعمل. لكن انا بين ربي راضي عن نفسي كثيرا. لو تكرر موقف كنت رح اشتغل صح. لكن انا مع انه اي شخص يفكر يكون بيادي انه يطلع على كل هاي الاساليب. بحيث انه يقدر يدافع عن نفسه في حال واجه اه شخص اه شمال على المؤاخذة. صح. انا متفق معك جدا. وده للأسف اللي انا بقوله ما انت 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 ظلامت الناس اللي حواليا انت لو انت فعلا لو واحد انسان كويس. وبيقود ناس. وهو ما قدرش يفهم الكلام ده. واحد جيه اه غير ثوي. وبالاساليب دي قدر يزيحه. فانت بالعكس انت ظلامت الناس اللي معاك. انت ظلامت الناس اللي يجبت لهم الشخص ده. اللي هيئزيهم وده حصل في كتير فعلا. حصل. الناس اللي تحتيب هذاك المشروع ما اخذوا بونس. ما اخذوا اه حقهم انهم يترفعوا. وكان مغضوب عليهم بس بس لانه ماشين صح. اه فكانت معاناة الي ولا الفريق تبعي. صراحة. بالزب. 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 شكرا شكرا كثير لك. شكرا. احكي لنا عن موضوع العدل بس قول ما تختم الله يا سمي. طيب تمام طيب اه 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 عدد انا دايما اه يعني ما بحبش اربط المواضيع ببي دينيا او سياسيا بصراحة لازباب كتير يعني اه دايما المواضيع لما تطربت كده بيبقى فيه فريق من من الجمهور اللي بيسمع يعني في الاتجاه ده والاتجاه ده والواحد ليس بعالم في هذه المناطق فما بيبقاش الموضوع يعني أنا بحب أربطه بالتاريخ بالعلم لأن في طبعا ناس هيبقوا أقدر من هما يتكلموا عن ربط الأمور يعني العدل أساس الملك وأن في طبعا قصص كتيرة لكن يعني مش عايزين التطبق لها دينيا وأولا حتى سياسيا يعني لكنها زي ما احنا بنتكلم كده تاريخ يعني في تاريخ في قصص من التاريخ بتقول ده حصل وده ما حصلش وإثبات الكلام ده بقى وربطه بمرجعيات معينة سواء دين إسلامي أو دين مسيحي أو أي فده قصة تانية مش عايز تطبق لها أو حتى مش عايز تطبق لها هنا يحنا ممكن يكون مثلا حوار كله بيتكلم عن مثلا وده بنعمله أحيانا يعني مثلا نقول صفات مثلا رسول صلى الله عليه وسلم ققائد مثلا دي بتبقى خلاص انت الإطار نفسه بنتكلم على إزاي الرسول كان قائد فبتبقى الموضوع فيه مصداقية من أوله لكن النهارده أنا مش بتكلم أنا بتكلم هنا بتكلم على تاريخ الهيستوري الهيستوري ده حصل فيه حاجات والحاجات ديت هنتعلم منها إيه ومش هنتعلم منها إيه تمام والحاجة التانية إن هل الكلام ده مهم ولا مش مهم الكلام ده إن فعلا نقعد نتعلمه ولا كلام فاضي هو من الخبرة والتجربة هقول لكم قصة تانية معلش يمكن افتكرتها دلوقتي بس حاس إنها مهمة جدا من خلال كمان الأسئلة اللي جاتلي هقول لكم قصة دي مهمة جدا في أحد المحاضرات اللي أنا أو الكورسات اللي أنا حضرتها كورس كان تبع أحد الشركات العالمية شركة مصنفة من شركات يعني رقم واحد في المجال بتاعها في العالم الشركة دي حب تدينا كورس عن القيادة الكورس ده كان من ضمن شروطه كان لدي الكورس ده أحد أكبر شركات القيادة في العالم تعمل كورسات القيادة كان بيدي الكورس ده أربعة دكاترة جامعة من أمريكا وكندا الشركة اخترتني من ضمن الناس اللي تحضر الكورس ده فباختصار يعني الكورس ده كان من ضمن شروطه ان احنا نقعد 15 يوم اقامة كاملة في احد الفنادق الخمس نجوم وما بنعملش اي حاجة في حياتنا غير الكورس يعني كنا الكورس تقريبا 24 ساعة يعني بننام ونصحى ونفطر ونحضر الكورس ونتغدى وهكذا لغاية ما ننام يعني المهم من ضمن القصص اللي حصلت في الكورس ده اللي يعني فعلا فرقت معنا شخصيا في ايمانك بان الكلام ده علمه وان انت فعلا توعب بقى تسمع وما تتكلمش كتير كنا احد المحاضرات كان بتتكلم على انت كقائد محتاج تقرأ الناس اللي حواليه ده من ضمن الحاجات المهمة تقرأ الناس اللي حواليه طيب ما تجي نتكلم على قرية الناس اللي حواليه كانوا عبقا ليه يقول لك يا عم ده كلام فاضي ومش كلام هو الناس بقى عايزين يقطعوا الشكل بالقيم فاول المحاضرة رحوا عملوا ايه اول المحاضرة رحهم وريننا فيلم فيلم زي فيلم سينمائي كده الفيلم السينمائي دوت كان بيحقي قصة قضية القضية ديت ان فيه ولد اتهم بقتل ابوه ابوه اتقتل والطهم بقضية المحكمة في سياق يعني الفيلم المحكمة كل الشهود وكل الادلة وكل حاجة ضد الولد الولد تشاف وسلاح الجريمة موجود وعليه بصمة الولد والناس شاهدوا عليه وشافوه يعني خلاص يعني الموضوع قلصان فبييجي في امريكا لو انتوا عارفين فيلم امريكي بيجي في حاجة اسمها هيئة المحلفين هيئة المحلفين دول بيعودوا وبيقولوا جلتي والنوت جلتي مزنب ولا غير مزنب وكان القضية دي فيها اتناشر شخص هم اللي هم بيمثلوا هيئة المحلفين فانما قاعدوا طبعا جزء الفيلم الاولاني جايب لك الاثناشر شخص دول وهما بيتكلموا مع بعض وبيحكوا بتحاول تتعرف على شخصياتهم من خلال سيناريو اللي موجود في الفيلم عن طريق الابطال دي المهم يعني المهم جيف عند لقطة معاناة في الفيلم هما قاعدوا على التربيز عشان يبدأوا يقولوا الولد مزنب ولا غير مزنب واحداث الفيلم بتقول ان كلهم يقولوا مزنب للموضوع واضح زي الشمس يعني للجميع واضح زي الشمس فالناس كلها هتقول مزنب فواضحة جدا بالنسبة لنا المهم عند النقطة بقى اللي هما يبدأوا يقولوا هو مزنب ولا غير مزنب الاسادزة او الدكاترة اللي هما كانوا بيديروا الكورس طفوا الفيلم وشغلوا النور وقال لك يا جماعة احنا قبل ما نبدأ المحاضرة بتاعت النهاردة هنبدأ نبدأها بسؤال عايزينكم تجاوبوا عليه طيب يا عم ايه السؤال فرقوا علينا ورق الورق ده موجود فيه الاثناشر شخصية اللي احنا شفناهم في الفيلم طيب جميل عايزين ايه مننا بقى قالونا يا جماعة احنا نحرق لكم الفيلم ايه اللي حرق قالك هو الفيلم ده هينتهي ان كل الاثناشر شخص دول هيبدأوا يقتنعوا ان الولد ده مش هو اللي قتل يعني احنا شايفين الولد اللي قتل لا ده بيقول لك هما كلهم بيقولوا في السياق يعني كلهم بيقولوا ان هو مزنب بيقول ان فيه واحد هيقول ان هو مش مزنب وبعدين هيبدأ يقنع واحد تاني وبعدين واحد تاني لغاية ما كلهم هيقتنعوا على اخر الفيلم فيلم ده فيلم مشهور جدا اسمه 12 Angry Men 12 Angry Men 12 رجل غضبان ممكن تدور عليه وتلاقيه بس الفيلم اللي كانوا عرضينه كان فيلم مش زي الفيلم السينمائي يعني فيلم زي الفكرة بس بس يعني انت لو عايز تشوف الفيلم ده فرج عليه فيلم يعجبك جدا اسمه 12 Angry Men مهم فالرجل قال لك ان ال 12 واحد دول هيقتنعوا في الاخر ان الرجل ده الولد ده ما قتلش ابوه طيب يا عام عايزي بقى مننا عايزينكو يا جماعة هو الرجل اللي بيقول لنا عايزينكو يا جماعة كل واحد يكتب هو مين اللي هيقتنع قبل مين يعني وطبعا رسمينا الترابيزة اللي كنا قاعدين عليها وحطت لنا صورهم وقل لي مثلا مين اللي هيقتنع رقم واحد ومين اللي هيقتنع رقم اتنين فكله قاعد يضحك انتو بتهزروا يا جماعة ما اللي يقتنع ما يقتنع واللي ما يقتنعش عنه ما اقتنع وانا هاعرف مين ده فيلم وهكاعدنا نضحك ونتاريق المهم اصروا ان احنا لازم نبدأ الكورس وكله نجاوب السؤال كله قلّف حطينا اي اجابة اي كلام احنا ايه اللي بيقوله ده فيلم يعني انت لما اقول لك السؤال ده تقعد تضحك برضه ما يكتب اي حاجة هعمل ايه اجابة ازاي المهم جاوبنا اي كلام لم الورق عشان اختصر عليك الموضوع خدنا الكورس عارف بعد الكورس حصل ايه شغلنا نص الفيلم تاني واسألنا نفس السؤال طب ايه اللي حصل كلنا جاوبنا تاني تاني بعد ما الكورس خلص طب وبعدين كل اجاباتنا الاولانية قد غلط وما سألنا في اخر الكورس نفس السؤال كل اجاباتنا شغلنا بقيت الفيلم وكل اجاباتنا كانت مزبوطة ايه اللي حصل اللي حصل ان الموضوع علم يا جماعة لما انت تعلمت تقرأ الاشخاص وتعلمت ايه انواع الاشخاص والشخص اللي زي ده بيقتنع امتى? وشخص اللي زي ده ما بيقتنعش امتى? اتعلمت علم علم. وبناء عليه بدأت تعرف معلومة. هو الراجل لو كان قاعد يقول لك كنت ممكن تقول له ده ده كنت هقولها طب ما انا كنت عارف. لا ده بيين لك ان انت فعلا بدأت الكورس ده بتتحك وبتتريق على هذا العلم وعلم قرية البشر. ووصلت بعض الكورس ان انت قادر تقرأ البشر لدرجة ان انت بتقول لاثناشر شخص مين هيقتنع قبل مين بالترتيب لغاية اخر واحد. تخيل الدقة. فعشان كده بقول لكم العلم ده ليه اصول يعني عميقة جدا جدا. وليه اصس وليه نظريات علمية وهكذا. بس فده قلت اختم بالقصة ديت. عشان ديه توقليك قد ايه? يعني العلم ده مهم. والعلم يستاهل ان انت تبزل فيه وقت ومجهود وتعطير فيه. فشكرا ليكوا وان شاء الله نتقابل في آآ لقاءات تانية قريبا يعني. شكرا جزيلا آآ شوان سوليد. موان سعادل تقريبا عنده مدخلة. طبعا. آآ شوان سوليد معلش انا كنت نسيت اسأل حراك على آآ الخمس آآ مراحل اللي حراك قلتهم الفورمينج والستورمينج والنورمينج. انا مع الحج اكتبهم وراك يعني. طيب انا هبعت لك هبعت لكم اللينك بتاعة كتاب طاقمان. آآ اللينك كلها. آآ كتاب آآ ظريف جدا وكتاب آآ صغير جدا مش كبير. وهو بس باختصار كده هما الفورمينج. مرحلة التشكيل. ان احنا بنبدأ نتعرف على بعض ولسه مش واسقين في بعض ولسه. وبعد كده مرحلة مرحلة الخلاف. وبعد كده مرحلة التطبيع. وبعد كده مرحلة مرحلة الانتاج. وبعد كده مرحلة الخروج والنهاية. النهاية السعيدة ان كل واحد روح بقى بعد ما انجزنا المهمة اللي احنا جاينا عشان. شكرا شكرا جزيلا بشمس فريد. آآ اتمنى الناس بتسعر على المراجع والكتب آآ حان ممكن حراك تابعت حان عشان نرفعها مع الفيديو عليكم. اكيد. اكيد. شكرا جزيلا لحظة. شكرا جزيلا وآآ جزاكم الله وياكم شكرا. فعلا محور الرائعة عدي. فعلا ان كان وقتها.